السلام عليكم هذه الحلقة ستكون مخصصة لحصاد عام 2023 توقع أن الحلقة تكون طويلة نسبيا وربما أيضا فيها شيء من الحماس وربما فيها أيضا اشتباكات لأنه سيكون فيها رد على التعليقات والأسئلة التي وصلت من الإخوة المتابعين وأيضا تعليق شامل على أهم ما عرضناه في هذه القناة وربما أيضا نتحدث إذا كان في وقت إن شاء الله في توقعاتنا وبرامجنا وخططنا لهذه السنة فأهلا بكم طيب إحنا حطين إعلان على القناة أنه إحنا نستقبل استفساراتكم وقترحاتكم فأنا جمعت أهمها أظن على اليوتيوب كان في أكثر من 500 تعليق على الفيسبوك كان ربما بالعشرات فحاولت أني أشوف الأهم طبعا أعتذر إذا كان في أسئلة قد ترونها مهمة ولكن لن تجدوا رد عليها أنا حاولت أن أشوف الأمور المتشابهة ما أعلق عليها يعني أعلق على واحد منها بس فمن البداية يعني ما أحد يزعل إذا ما وجد جواب على استفساره طبعا لن أذكر أسماء أنا يعني نسخت الأهم فأنا حتى لا أعرف أسماء من سأرد عليهم الآن فما في أي شيء شخصي يعني فلا يحمل كلامي على أي محمل آخر قبل أن أبدأ بالرادة على الأسئلة هناك البعض ربما فهم من الإعلان خطأ يعني فهم أنه إحنا نتحدث عن حصاد السنة من الناحية الإخبارية فهناك الكثير من الأسئلة التي تطلب تحليلات لأهم الأحداث التي حدثت تحديدا موضوع غزة والحوثيين وكذا ليس هذا قصديا نحن نريد أن نتحدث عن حصاد هذه السنة المنصرمة بالنسبة للسبيل ومشاريع هذه القناة فنعتذر إذا كان في سوء فهم نبدأ بالسؤال الأول نرجو أن تتكلم عن قضية المؤامرة وما مقدار ضوابط هذا المصطلح في أكثر من مرة أنا قلت أنه سأتحدث إن شاء الله عن عقلية المؤامرة كما أسميها وعقلية لا مؤامرة أيضا كما أسميها وربما يعني الموضوع يستحق أن يكتب فيه كتاب أو بحث فما أدري متى أتفرق له الضوابط أيضا هذه تحديدا ما تستحق أن تبحث وتبط فأعتذر يعني الآن صعب أني أجيب على هذا السؤال بهذه السرعة نريد حلقات أكثر عن الواقع الإسلامي والجماعات الإسلامية نحن نتحدث إن شاء الله عن الإخوان وغيرهم كنا ننتظر حلقة عما يجري في السودان لماذا لما تخصصوا له كما خصصتم لإخواننا في غزة طبعا إخواننا في السوداني أنا أكيد قلوبنا معكم وأنا أكتب رأيي في هذا الموضوع أعلق عليه على تويتر في حسابي الشخصي ولكن يعني دائما أقول أنه لا نحب أن نربط قناة السبيل بالسياسة نعم أعلق أحيانا على بعض المواضيع التي تكون لها أبعاد أخرى غير سياسية لكن أن نعلق على الأخبار ونحلل فليس هذا هو موضوع ولا هدف هذه القناة أما قضية غزة فهي قضية أمة ليست قضية شعب غزة نفسه فلذلك كان من الضروري جدا أنه نعلق على هذا الموضوع بأكثر من حلقة هل الثورات السلمية قادرة على تغيير الأنظمة العربية الحالية وخاصة العسكرية وهل الحل المسلح والأنسب رغم سلبياته هو أصلا كل الحكومات العربية حكومات عسكرية حتى لو ما كان القائد يسمي نفسه عسكري حتى لو كان ملك أو سلطان أو أي شيء آخر كلهم الجيش تحت أمرهم وبعضهم له حتى مناصب عسكرية وبعضهم كان وزير دفاع وليل عهد السعودي هو وزير الدفاع السابق لكن في النهاية حتى لو ما كان له رتبة عسكرية فالجيش تحت يده فكلهم أنظمة مستبدة كلهم متحكمين لكن هل الثورات هي الحل؟ هذا سؤال صعب ولا يمكن حتى الإجابة عنه بحلقة مفصلة خاصة فيه فضلا عن أن أجيب عنه بهذه السرعة نقول جزئيا نجحت في تونس ومصر ولأنه بعدين هناك من تسلق على النتائج وقلب الثورة لصالحه كأنقلاب سياسي ودائما هذا ما يحدث عمر البشير خلعوه أيضا بالشارع ولكن اللي خلعه هو الجيش انتهز هذه الفرصة لما شاهد فيه ثورات فتسلق على الثورة وقام بثورة أخرى ثورة مضادة فنقول في بداية نعم نجحت في مصر وتونس ولكن فشل هذه الثورات وغيرها كما في سوريا ليس لأنه الأسلوب نفسه ألاط ولكن أسباب لا تحصى كما قلت لا يمكن يعني حصرها الآن ولكن هل الحل المسلح هو الحل أيضا كل حالة لها ظروفها ولها تفصيلها فلا يمكن أن نجيب بنعم أو لا نقول ممكن في بعض الحالات وربما في حالات أخرى قد يكون مستحيلا بين أن على ظرف البلد على ظرف الشعب نفسه بين أن على نوع الجيش نفسه ارتباطه بالحكومة مثلا تونس لم تكن دولة مخابراتية كما هو الحال في سوريا مثلا هناك طائفة تحكم وهي تسيطر على الجيش والمخابرات والشرطة في نفس الوقت تونس الشرطة فيها أقوى مثلا من المخابرات والجيش إلى حد ما يعني إلى حد ما ممكن يكون منفصل في مصر طبعا الحاكم نفسه الرئيس هو القائد الأعلى للجيش والشرطة تقريبا أقوى من الجيش تقريبا يعني لذلك الجيش تقريبا فين نقول أنه أخذ موقف ظهر للناس أنه إلى حد ما معزول لكن بعدين لما سيطر السيسي طبعا كل شيء تغير وظهرت الحقيقة في سوريا من أول يوم تقريبا من أول بضعة أشهر يعني نزلوا الجيش بعدما يكتشفون المخابرات يعني بالأسلحة الخفيفة لا يمكنها وقف الاحتجاجات فالخلاصة كل بلد له ظرفه الخاص نتمنى أن تتكلموا مجددا عن مسألة روح الروبوتات يعني ما تحدثنا عن روح الروبوتات روبوتات ما لها روح لكن الروح والروبوت مثلا وأنت ردوا على الاستفسارات والأخ يقول هنا أنه الموضوع شيق بالنسبة لي شيق ولبعض الجمهور ولكن للأسف يعني أنا شفت السلسلة التي طرحتها قبل بضعة أشهر عن موضوع الروح والوعي والروبوت والذكال الاصطناعي يعني ما وجدت التجاوب الذي كنت أتوقع على هذا الموضوع مع أنه يمس بقضايا جدا مهمة وربما الطرح الذي طرحناه يعني لن تجدوه في مكان آخر تحديدا قضية الوعي وارتباطها بالروح والإجابة على هذه التساؤلات أنا نفسي لم أجدها عند أماكن أخرى يعني ونادر ما تجد يعني باحثي المسلمين يخضون في هذه المواضيع ربما عدنان إبراهيم هو الوحيد تقريبا الذي يطرح هذه القضايا الإشكالية وبطريقة ممتازة وأنا أيضا أستفيد منه وأنه يعني يطرحها بدروس أو بخطب جمعة وليس بطريقة أكاديمية مفصلة كثيرا ولكن إنه من القيلة الذين يناقشون هذه المواضيع لكن على أي حال يعني أنا لم أجد التجاوب الذي كنت أتوقع بل بعض الناس وجدتهم يكتبون تعليقات إنهم لم يعجبوا بهذه السلسلة وليس هذا ما يريدونه وأنا هنا أيضا بالمناسبة أتعجب يعني إذا شخص لم يعجبه شيء فلماذا يعلق يعني لماذا يقول أنه يتمنى أو يريد شيئا آخر من إذا لم يعجبك شيئا فبكل بساطة لا تشاهد وخصوصا هنا الآن أتحدث على شيء يستحق أن تنكره يعني هو ليس فقط لم يعجبه لأنه فيه خطأ ولكن هو ذوقه لا يعجبه على أي حال هناك حلقة أخيرة كنت أريد طرحها ولكن لما رأيت التجاوب قليلا ثم جاءت ظروف أخرى ثم قضية غزة فأجلتها فهناك حلقة إن شاء الله حتى الإعداد جاهز دقليبا سأتحدث عن ما طرح عن قضايا الوعي وارتباطها بالجانب المادي في الأفلام في السينما خيال العلمي تحديدا وفي أيضا بعض الروايات فهذا الموضوع برأيه هو الأهم وأصلا هي الحلقات كلها كانت تتحدث عن ما يطرح في الجانب الآخر المادي فمن يريد أن يرى طرحهم لا يجده فقط في كتبهم الأكاديمية لما يقرأها إلا قلة من الناس ولكن الأفلام هي التي طرحت هذه الأفكار من جيل زد في أمريكا يؤيد إعادة فلسطين للمسلمين فهناك احتمال بأن تقوم دولة موحدة للمسلمين مع الجيل زد إلى آخره طبعا هذا تعليق على حلقة تحدثنا فيها عن نفس الموضوع مؤخرا طبعا يعني ما ينسى الأخ الكريم أنه الجيل زد اللي نتحدث عنه الجيل زد في أمريكا هو نفسه جيل مهووس بالخطاب الليبرالي اليساري العلماني للحادي يعني غالبا هؤلاء ما عندهم دين أصلا فعني لا تتفائل كثيرا بأنك يمكن أن تتحالف معهم إذا كنت تريد أن تقيم دولة خلافة أو دولة إسلام أو دولة تقيم الشرع أو توحد الله هؤلاء طبعا مع قضية قوس قزح مع التعددية مع الانفتاح إلى آخره فهم ليسوا مع الفلسطينيين لأجل القضية بل إنهم اكتشفون هناك فساد كبير هم مع قضية الحقوق بشكل عام ففلسطين قضية حقوقية كما هو وضع قوس قزح وقضية حقوقية فنفس المبدأ وما تنسوا أيضا أن احنا تحدثنا في حلقة أخرى عن اليسار هل اليسار يدعمون فاستعرضت في إحدى الجرائد كيف كانوا يدعمون حتى المقاومة وليس قضية فلسطين المقاومة المسلحة هم معهم تحدثون عن الحركات اليسارية ولكن في نفس الوقت في نفس الجريدة هم أيضا مع قوس قزح هنا أخ يقول نريد حلقة عن القطب الجنوبي والشمالي وما أسباب حرص أمريكا على حمايته حتى بعد انتهاء المواثيق الدولية طيب احترامي للأخ السائل وأنا لا أعرف اسمه طبعا فأنا لا أتحدث هنا عن شخص ما لكن المشكلة يعني لما يقرأ أحدهم قصة على صفحة تافية في فيسبوك أو يسمع فيديو في قناة ما أحد يعرف من الذي وراءها وتتحدث على أن هناك مؤامرة الأرض المسطحة وأن الديناصورات مؤامرة وأن هناك كائنات تعيش في القطب الشمالي طبعا لأن الأرض مسطحة في القطب الشمالي هو مساحة هائلة أكبر من الأرض نفسها وإلى آخره يعني يا أخي الكريم أنا تعبت من هذه التفاصيل والغريب أنه البعض يعني يعتقد أنه أنا ممكن أؤمن بهذه الخرافات أو أكون سخيفا إلى هذه الدرجة فشيء مؤسف فعلا والعجيب أنه بعض الشباب يعني وخصوصا اللي بيكونوا في سن مبكر يعني يعتقدون لو شافوا هذه الفيديوهات ولا قرأوا بوست لا أحد يعرف من الذي كتبه أصلا وتكون في صفحات يعني فيها ربما ملايين متابعين يعتقد أنه اكتشف أسرار الكون وأن هؤلاء هم الذين يقدمون له الحقيقة التي لن يجدها في الكتب العلمية هناك مشكلة تحدثت عنها سابقة لما نرد نحن كمسلمين على نظرية التطور مثلا فهناك فعلا يعني محاذير في هذا الرد ربما نرتكبه بحسنية وبدون ما ننتبه يعني ردة الفعل عند بعض الشباب أنه إذن العلم المادي هذا كله والذي تتبناه المؤسسات الدولية الكبرى هذا كله مطعون فيه بما أنه التطور هذا كله كان خرافة فإذن العلم نفسه كله خرافة فإذن وكالة ناسا هذه نفسها اللي فيها ميزانية بالمليارات هذه كلها عبارة عن فقط مؤسسة دورها فقط أنه تفبرك صور الفضاء على الفاتوشوب وعلى هذا الأساس أيضا هناك مؤامرة كبيرة في القطب الشمالي والجنوبي والأخ يسأل يعني وكأنه الموضوع بالنسبة له من المسلمات يعني يعني هو ينطلق من فكرة أنه ما أسباب حرص أمريكا كأنه هناك أصلا حرص وهو اكتشفه أو كشفه له أحدهم ثم يريد أن يسأل وأن نعلق على هذا الموضوع وكأنه فعلا من الحقائق اللي انتهى الأمر يعني صارت مؤكدة فيا جماعة يعني القطب الشمالي والجنوبي مكان جغرافي موجود كما هو أي مكان آخر إذا كانت هناك فعلا دول كبرى تحرص على شيء ما هناك هناك ثروات طبيعية هناك ثروات معدنية لكن ليس بالضرورة أن هناك فتحة في هذا المكان حتى لو بعضهم يؤمن بأنه الأرض كروية لكن في القطب الشمالي هناك فجوة كبيرة وهناك طائرات أو سحون طائرة تدخل منه إلى جوف الأرض وفي جوف الأرض هناك حضارة كاملة تديرها الزواحف وإلى آخره أمر لا يستحق حتى التعليق مع أني لا أستبعد وجود عوالم أخرى ولكن أنا أربطها بالجن دائما وهذا ما أتحدث عنه وربما يستحق الكثير من التفصيل لاحقا وكل من يربط هذه الأمور ببعضها تأتيه القصص بهذا الشكل المضلل وكلهم لديهم اتصال بالجن بشكل أو بآخر نريد حلقة خاصة بجذور وأصل الشعب لولايات المتحدة من وقت اكتشاه فيها يعني ما يسمى بالهنود الحمر أنا نزلت حلقة قديمة من أول ما فتحنا القناة اسميتها فضائع التاريخ الأمريكي قديمة ربما ست سبع سنوات تحدثت عن الموضوع هذا بأكثر من ساعة وبالتفصيل وكنت أقارن بين عدد كتب وعدد مصادر وأيضا تحدثت عن هذا مؤخرا يعني في أيام حرب غزة استرجعنا أيضا تاريخ المجازر في أمريكا وكيف أبادوا شعبا كاملا التقديرات لأنه كان في أمريكتين في أمريكا الشمالية والجنوبية أيضا وأمريكا الوسطى في هذه القارتين ما يسمى The Western Hemisphere اللي هو نصف الكرة الغربي هذا تقريبا كان في 90 مليون إنسان لما اكتشفوهم لما يعني الأوروبيين وصلوا بسموه الاكتشاف كولومبوس اللي هو في أواخر القرن الخامس عشر فأبيض معظمهم هؤلاء أنا بالمناسبة الآن أقوم بدراسة أكاديمية عن تاريخ وأديان هذه الشعوب فإن شاء الله أتوقعوا أن أتحدث عنه بالتفصيل لاحقا اقتراح هنا نريد حلقة عن التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة الله يا أخي الحبيب يعني إحنا جمهورنا كلهم وحد وليس هناك مشركين والحمد لله حتى نحدثهم عن التوحيد وكيف يعودوا إلى العقيدة الصحيحة نحن نستهدف أحيانا من تأثر بالإلحاد هذه هي المشكلة الأساسية في هذا الأصر لكن إن يكون في مشركين بيننا ويعبدوا إلهين أو ثلاثة أو مليون فهذا ليس بين المسلمين والحمد لله لو سمحت نريد فيديو كامل عن الفرق بين الاحتلال والفتوحات الإسلامية أيضا موضوع يستحق أنه نخصص بحلقة لكن باختصار شديد كل شعب أخي الكريم في كل التاريخ يعتقد أنه لديه أفضل من الآخرين إلا إذا كان هو يعني شعب ما عنده أي بعد لأي تمدد ولا أي شيء يعني شعوب الهنود والحمر إذا صحت التسمية بسمهم السكان أصليين indigenous, original إلى آخره فالشعوب الأصلية في أمريكا مثلا ما كان عندها أي طموح أنها تتوسع أنها تنقل ثقافتها هي شعوب تقليدية لديها مستقلة وخاصة بها على فكرة شعوب الهند أيضا نفس الشيء يعني هو دين وثقافة في نفس الوقت وقومية فهناك شعوب لا تفكر بذلك لكن الشعوب الأخرى غالبا تعتقد أنها أفضل من غيرها كما يعتقد الجميع طبعا وفوق ذلك قد يكون لديها بعد للتمدد تتوسع وتصبح إمبراطورية طبعا كل شعب أو يعني الذات تعتبر أنها تقدم للآخرين أنها تنقل لها حضارتها وتنقل لها الخير الذي لديها إلى الآخرين وقد ترتكب مجازر بهذه الطريقة وبهذا البعد يتبرر فقط يعني الرجل الأبيض والحضارة الأوروبية كانت تنقل حضارتها للآخرين في فترة الاكتشافات كما يسمونها فترة الاستعمار وهذا مع بداية انحطاط المسلمين للأسف كانوا يعتبرون أن هناك عبء الرجل الأبيض هم لديهم حضارة حضارة التنوير مع بداية ظهر العلمانية طبعا وأيضا المسيحية نفسها فهم يريدون نقل هذه الحضارة إلى الآخرين بهذا المعنى تحديدا أنا لا أجد أي مشكلة حتى المسلمين بما أنهم آمنوا أن هذا وحي من الله وهم مكلفون بنقله إلى الآخرين فما في أي مشكلة أنك تنقل هذه الرسالة للآخرين وحتى تطمس ما لدى الآخرين بعد أن آمنت بأن ما لديهم هو خطأ لكن هذا التمس له حدود وشروط وضوابط هذه النقطة مهمة جدا لدى الرجل الأبيض هذا كله يبرر الإبادة نفسها تبرر كما حدث في أمريكا الشمالية وأيضا طبعا أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأستراليا كل نفس الشيء وأيضا لما بدأ الاستعمار والاحتلال في مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا نفس المبدأ والجزائر مثال واضح طبعا إبادة ثقافية يعني إزالة الثقافة نفسها احتلال لغوي وديني وبنفس الوقت إبادة بشرية قتل الناس واستعبادهم فنحن ما عندنا كل هذا لكن بهذا المعنى لهو الإبادة الثقافية نحن نريد الاستبدال وتغيير الباطل إلى حق بالدليل والحجة طبعا وبالنور الذي نحمله لنحن نعرف له حق للآخر طبعا يعتقد نفس الشيء المسيحي يرى طبعا أنه الإنجيل اللي عنده هو الحق وأنه المسيح هو المخلص فأنا أتفهم هذا الشيء أنه بنفس الوقت أنا أحاربه وأقف في وجهه لأني متأكد أن الحق الذي عندي هو الحق الوحيد وأتفهم أنه سيقف في وجهه أيضا لكن في نفس الوقت أنا أشرح له في كل فرصة أن هذا الباطل الذي عندك محرف لما تكون هناك فرصة للنقاش والجدال ولما ما تكون هناك فرصة وصدام بين بلدين وبين أمتين فما في حل غير القتال الآن في العصر الليبرالي والإيمان بالتعددية وحق تقرير المصير إلى آخره وهذا ما تتبناه الأمم المتحدة من شعارات أنه كل شعب لديه الحق في أن يقرر مصيره وثقافته إلى آخره مع ذلك أقول مع كل هذا والغرب هو الذي أعلن هذه الشعارات بعدما هو غير كل ما يريد وأوروبا كما قلنا احتلت أمريكا وحولت إلى هذه الحضارة الكبرى المتصدرة ورائدة للعالم بعدما فعلوا كل هذا وغيروا كل خريطة العالم لأنهم يرفعون هذه الشعارات ومع هذا وبنفس الوقت حتى اليوم ما زالوا يؤمنون بالتفوق الثقافي وربما العرقي العرقي كانوا يقولونه بشكل صريح لا أقول النازية والفاشية فقط بل حتى بالداروينية الاجتماعية كان هذا مبرر كان هذا من أهم بريرات الاستعمار لكن الآن تخلوا عن هذا وصاروا يؤمنون بالتعددية والأسود والأبيض شيء واحد لكن مع ذلك حتى الآن تصرفاتهم غير المعلنة قائمة على فكرة أن الأبيض متفوق ليس عنصريا بالضرورة لكن متفوق ثقافيا هو الذي يحمل شعلة الحضارة إلى الآخرين وإيضا ما زال حتى الآن يفكر جزئيا بنفس الطريقة القديمة الاستعمارية أن هناك عبء الرجل الأبيض الذي يجب أن ينقل الديمقراطية والحرية إلى الآخرين سواء بالقوة كما فعلوا في إفغانستان وفي العراق والآن يفعلونه في غزة بكل وضوح أو عبر آليات العالمة عبر القوة الناعمة واللي خصصنا لها حلقة سابقة سؤال من أحد الإخوة أستاذي الذي أحبه جدا شكرا لك أخي سؤالي لك هل فعلا أصبح فكرة المداخل ومن سار على نهجهم أقل وخطرا من السابق بسبب ضعف سوقهم وتساقط أتباعهم وشيوخهم أظن جزئيا أو نسبيا خطرهم قل ولكن ليس لأنه إحنا ردينا عليهم بل لأن الحكومات وتحديدا حكومة السعودية هي التي تبنتهم بل هي التي صنعتهم كما هو معروف في تاريخ الجامعية والمدخلية وكثير من الناس تحدثوا عن الموضوع وإحنا تحدثنا عنه سابقا هم الذين تخلوا عنهم الآن السلطة في السعودية تخلت عنهم وهذا الموضوع ربما يستحق أن نتحدث عنه بالتفصيل فالآن السعودية تتبنى الإسلام الليبرالي اللي رفعته سابقا الإمارات هو نفسه المتبنى الآن في السعودية ولكن بالتدريج هذا كله الآن تخلوا عنه بشكل جذري وحتى بن سلمان صرح بهذا وقال أن الوهابية دعمت أصلا من الغرب لأسباب معروفة ممكن تبحثوا عن هذا موجود على اليوتيوب فهم الآن بدأوا يتخلوا هم صرحوا يعني بن سلمان قال بصراحة أنهم يتخلوا عن الصحوة وحددها بأربعين سنة أنه عشنا أربعين سنة في ظل هذا التطرف اللي هو الصحوة تحديدا بعد حدثت جهيمان لكن بالعمق هم يتخلون عن الفكر نفسه ليس عن حركة الصحوة كفترة تاريخية محددة بأربعين سنة لكن الفكر الأساسي اللي بدأ على يد محمد بن عبد الوهاب هو الذي يتخلون عنه الآن وهو الذي انبثقت عنه أيضا الجامية المدخلية لكن ليس كل من يؤمن بما يسمى وهابية بين قوسين فهو جامية أو مدخلية طبعا لا لكن أقول نفس هذا الفكر الذي خرجت منه الجامية المدخلية وأفكار أخرى ومدارس وتيارات أخرى هذا كله الآن بدأت تخلي عنه ولكن بالتدريج وأيضا لا بد هنا منها مش توضيح الواضحات لما أقول وهابية فهذا ليس شتما البعض لما يسمع كلمة وهابية فقط يعني تقرأ الأجراس في رأسه ويعتقد أننا من المتعامرين ضده وأننا نكفر الوهابية أو إلى آخره فإذن نحن بالضرورة أيضا كفار ومبتدعين فأنا أقولها من باب التوصيف وصف وأنا خارج هذه المنظومة ولما أكون خارجها فأنا أبقى مسلما والحمد لله وأبقى من أهل السنة إن شاء الله لماذا الإصرار على وضع الموسيقى مع أن الأولى اتقاء الشبهات وجزاكم الله خيرا طيب أخي الكريم وجزاك الله خيرا أيضا ولكن أسألك هنا لماذا الإصرار على أننا نضع موسيقى أنا لا أذكر أنه إحنا وضعنا موسيقى نهائيا مع أنه يعني رأيي في هذا الموضوع واضح وصرحت بي أكثر مرة لكن ربما البعض يعتقد أنه الأنشودة التي تظهر في حلقات تاريخ تون مثلا يسميها موسيقى نحن لا نسميها موسيقى ولو كانت موسيقى فأنا كما صرحت أكثر مرة لا أرى فيها مشكلة فلماذا الإصرار على هذا الموضوع وأيضا أخي الكريم يعني هذا السؤال لك ولكل من يعلق في هذا الموضوع ينكر علينا فلماذا أيضا أنتم تسرون على أن هذا الموضوع أيضا حرام وتعتقدون أن رأيكم هو الإسلام ويجب على جميع المسلمين أيضا أن يلحقوا بكم ويتبعوكم هي ليست عندنا لا حرام ولا شبهة إن شاء الله أولا هي أنشودة وثانيا حتى لو كانت فيها معازف فأنا كما قلت أكثر مرة بهذه الطريقة كموسيقى تصويرية ليست لطرب ليست بحفلة موسيقية بهذا الشكل إن شاء الله ليس فيها شيء وفي النهاية الإنكار في مسائل الخلاف هو بحداته مشكلة لا تنكر على الآخرين إذا كان هناك خلاف وكما قلت سابقا هذه قضية ليس عليها إجماع فأرجو منكم أن تعودوا إلى هذه الحلقة والمهم هنا فقط هو أن لا تنكروا على الآخرين فيما هو من مسائل الخلاف حتى لو كنت أنت ترى أنه قضية أجمع عليها كل العلماء هنا سؤال طويل لكن باختصار يعني يقول أن هناك قنوات تنشر الوعي ومنها قناة السبيل والحمد لله وعدد بعض الأسماء أيضا لإخوة أفاضل كلهم أفضل مني طبعا فيقول الأخ لماذا لا توحدون كلمتكم وتقودون جماهيركم حتى نحقق الأهداف في الميدان ما أدري هو الميدان ميدان عسكري أم سياسي لكن في النهاية يعني أولا أشكر الأخ الكريم على أنه وضعني مع أسماء كبيرة وكلها في الصف الأمامي كما يسميها وأيضا ليس مطلوبا من كل شخص أن يكون قائدا يعني إذا كان شخص ما أنا أو الأفاضل الذين ذكرهم لدينا وعي وقدر على توعيات الجمهور فهذا لا يعني أن نحن قادرين على أن نكون قادة هناك من لديه قدر على النقد فقط هناك من لديه قدر على النقد وإبداء الحلول ولكن هو يبديها فكريا مثل مالك بن نبي رحمه الله كان يقدم أحيانا حلول ولو جزئية ولو لم تكن عملية يعني ما يقدم خطة عمل أو خارطة طريق لدولة مثلا لكن يطرح يعني أفكار وانتقادات وبنفس الوقت حلولا فالبعض أيضا لديه قدر على أن يكون قائدا وحركيا كما حدثت في عدة حلقات سابقا عن شخصية أردوغان في مراجعة لمنهجه ومساره السياسي وأذكر أني قلت أن البعض لديهم قدر على انتقاد ما كان سائدا في العلمانية التركية وعاجزين عن اتخاذ أي موقف لكن هو لم يكن مجرد منظر يؤلف الكتب بل كان قائدا سياسيا وحركيا وبنفس الوقت استطاع أن يسحب جماعة أربكان باتجاه المسار الذي استطاع فيه أن ينتزع السلطة وأن يحكم هذا البلد كل هذه الفترة من أول هذا القرن تقريبا بغض النظر الآن عن حبك وكرهك لأردوغان لكن هو استطاع أن يتحدى العلمانية في معقل العلمانية الأساسي من أكثر الدول العلمانية المتطرفة في العالم فخلاصة الكلام يعني إحنا قد لا نكون قادرين على أن نكون بذلك أنا شخصيا لست حركيا ولست قادرا على أن أكون قائدا لكن إذا كان هؤلاء الأخوة الأفاضل في الصف الأمامي قادرين على ذلك فأسأل الله أن يوفقهم لهذا الأمر كثير من المثقفين يقولون بعدم وجود الدلة عقلية على وجود الله ويعني يتعاملون مع هذا الأمر على أساس فلسفة إيمانوال كانت طبعا أنا تحدثت عن هذا الموضوع كنت أرد على حلقة للدكتور أحمد خيري العمري لما قال أن العقل لا يستطيع أن يقوم بالرد يعني فلابد من قفزة كما سماها قفزة إيمانية يعني تؤمن بقلبك حتى تصل إلى الإيمان بوجود الله ثم تقتنى بعقلك طبعا هذا كلام كارثي ورديت عليه بحلقة كاملة وأيضا رديت على الدكتور همام يحيى أيضا تحدث عن هذا الموضوع جزئيا فأيضا خصصت حلقة فقط للرد على هذه الجزئية أيضا فأرجو أن تعودوا إلى هاتين الحلقتين سؤال لماذا لا تضيفون مجالا للجانب الروحي من باب أننا ردينا على موضوع الطاقة وإلى آخره ولكن لا بد من الحديث عن التربية الروحية في الإسلام أقول أيضا باختصار أخي الكريم يعني هناك من هو أولى مني بالحديث عن السلوك والتزكية والتصوف وأتحدث هنا عن التصوف السني وليس البدعي فأعطي القوسة باريها ليس هذا مجالي أرى أن أبعاد الخلافات عن القناة أفضل هنا يتحدث على أن هناك كان خلاف بيني وبين قناة أخرى فأرى عدم طرح هذه الخلافات وأسلوب الرد على فلان وفلان طيب مع كل الاستدراكات يعني يا أخي الكريم وكل الشرح الذي شرحته لما كنت أدافع عن نفسي وعن الفريق وعن القناة استدركته في البداية وفي وسط الحلقة وفي آخرها وكتبت على صفحاتي في الفيسبوك وتويتر ما تركت وسيلة إلا أشرح فيها وما زال حتى الآن من يريد أن نترك عراضنا سداح مداحي يعني أنه كل من يريد أن ينهج في عرضنا ويتهمنا بما ليس فينا ويفتري علينا وعاملهم الله بما يستحقون فيريد أن نترك كل هذا يعني إذا كنتم أنتم تريدون ذلك أو الأخ الكريم يعني هو يتحمل ذلك فهذا شأنه ولكن لا يأتي ويحاسبنا على دفاعنا عن أنفسنا ورد هذه الافتراءات عن أنفسنا وأنا لا أستبعد يعني لو هذا الأخ يعني كان يمشي في الشارع وتعرض له أحد السفاء وشتمه بما ليس فيه عاديا النقطة فيعني أستبعد كثيرا أنه يتركه في سبيله ويمشي يعني بهذه البساطة فما بالك يعني لو كان هناك من يخصص قناته لعي فيها قرابة مليون إنسان حتى يشتمنا ويفتري علينا فأنا لن أسكت وخصوصا لما يكون الافتراء ما لأي أصل ويفتري على فريق وعلى قناة السبيل أو المشروع كله وليس على العبد الفقير فقط وأكررها أيضا كل من سيفتري بهذه الطريقة سنقدر إذا كان يستحق الرد فسنرد إن شاء الله ما رأيكم في مسألة إنتاج الأفلام والمسلسلات التافهة وهل بالإمكان إنتاج بدائل عبر تشجيع رجال الأعمال المسلمين أظن أني تحدثت عن هذا الموضوع بالفعل ولكن أرى أن الموضوع ما أنه نعم يستحق ولكن لا يكون أولوية يعني إذا عندنا إحنا مصادر دخل أصلا بسيطة وشعوب المسلمة يعني ليست غنية كثيرا على الأقل مقارنة بمن يملكون البنوك في أوروبا وأمريكا يعني كل الدول النفطية لا تملك ميزانية بنك واحد في أمريكا اللي يطبع الدولار مثلا فنعم هذا ضروري ولكن أنه إحنا نستطيع أن ننافس الأنمي الياباني باستوديوهاته اللي فيها مليارات الدولارات أو هوليوود نفسها لما تستطيع أي دولة كبرى في العالم أن تقترب من المنافسة أصلا إلا الصين ولا اليابان ولا أوروبا كلها قادر على أن تفكر على منافسة هوليوود فيعني أنه نفكر أنه نقدم بدائل هذا مستحيل لكن نسد الثغرة نعم نحن نريد أن يكون هناك ترفيه إسلامي أو هادف حتى لو كان في تجاوزات أو تقصير أو أخطاء إلى آخره لكن ما في التزام كامل بالحجاب مثلا في أشياء قد تضطر للتنازل عنها من باب المقاصد كما يرى بعض الفقهاء فمرة أخرى نعم هذا ضروري ولكن ليس للدرجة أن نحن نتوقع فعلا ويعني بعض المخرجين مثلا دائما يضرب على هذا الوتر وإحنا مقصرين جدا ويرى أنه يعني نتوقف عن تسليح البلاد العربية هذا إذا كانت الجيوش أصلا تقف معنا وليس ضدنا فتوقفوا عن التسليح وبدالما أنتم تفكروا بمحاربة إسرائيل تعالوا ننتج أفلام مثلا يعني حتى لو أخرجت أفلام حتى لو كان عندك هوليوود نفسها هل أنت استطيع أن تغير بهذه الطريقة أو تتخلى عن الأساسيات الأخرى أريد أن أعرف ما هي الحدود التي أقف عندها في سماع الموسيقى وهل هي حرام أصلا أم بعضها وهل أي فيديو يحتوي على مؤثرات صوتية مثل الموسيقى فيجب أن يتجاوزها إلى آخره أجبت قبل قليل ومرة أخرى أقول أنا رأيي حتى لو لم أكن مفتيا ولكن نقلا عن من أراه أعلم مني وبعد دراستي لكل هذا الخلاف في هذا الموضوع فالموسيقى التصويرية إن شاء الله ليست محرمة إذا كنتم تروا فيها شبهة فعلى الأقل لا تقاس على الموسيقى التربية هناك مثل البغطي مثلا نقلت عنه سابقا هو لا يرى حتى الموسيقى الغنائية التربية لو كانت تسمع من مسجل ليست كما لو أنك تسمعها في حفل فهو نزل كل الأحاديث والنصوص على حفل موضوع نقشناه لن نعيد نقاشه الآن لكن أنا أيضا سابقا قلت أنه أنا نفسي أنا نعم أشاهد أفلام وثائقية وربما أحيانا أفلام سينمائية أو مسلسل إذا اضطريت يعني فإذا كان فيه موسيقى أنا لا أتجاوز أنا أسمع وأشاهد ولا أشعر بطرب ولا أجد مشكلة في هذا الموضوع من يرى مشكلة فهذا شأنه طبعا وهو حر في ذلك وبالمناسبة أنا لما تحدثت عن موضوع الموسيقى والمعازف تحديت من يعتبرون القضية إجماع تحديتهم أن يردوا ليس على العبد الفقير ولكن على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود مفتي قطر السابق مؤسس المحاكمة الشرية فيها هو شيخ سلفي حنبلي بين قوسين وهابي وليست شتيمة فهو من نفس المدرسة التي ترى الموضوع يعني ليس مجرد حرام أو حتى محل إجماع يعني قضية ولا أبراء تماما كما نقلنا السؤال من الدكتور باناعمة فرج الله عنه وأخرجه من سجنهم لما سأل الشيخ الددو في آخر حلقة من الجزء الثاني من حلقة الموسيقى والمعازف سألوا هل هي قضية ولا أبراء فأنكر مع أنه شيخ الددو في الحلقتين هو يرى أن الموسيقى بكل أشكالها حرام لكن مع ذلك ومرة أخرى نعيد قال هي قضية خلافية حتى لو كان الجمهور على العكس لكن قضية خلافية ولا فيها إنكار فسألوا طيب إذا كان هناك من يسمع وهو يجيز أو على رأي الجواز يعني مقتنعا بذلك ومتأولا فقال هذا على رأيه إذن له مستند شرعي ثم آخر سؤال كان هل هي قضية ولا أبراء فقال لا طبعا قضية خلافية فهذا ما نقوله بنفس المبدأ فمرة أخرى أقول لمن يرونها قضية إجماع وقضية يعني ممكن نحارب عليها الآخرين وليس فقط ننكر عليهم أقول لهم أيضا ردوا فقط على الشيخ عبدالله بن زيد المحمود فقط ردوا عليه قولوا أنه مخطئ تجرؤوا على هذه الكلمة حتى الآن ما أحد رد ما في أحد حتى علق على هذه الجزئية لا مع ولا ضد حتى التعليق ما أحد علق عليها فأنا فقط أريد من كل من ينكر أن يقول فقط هذا الشيخ السلف الحنبلي الجليل الفاضر رحمه الله كان مخطئا وقال كلاما حراما فقط هو ما الذي قاله كتب رسالة بسيطة موجودة على النت عنوانها الغناء وما عسى أن يقال فيه من الحذر والإباحة وقال إنها قضية خلافية فهذا ما أريده فقط لا تقولوا بحل إجماع سؤال هل تنصح بالهجرة إلى بلد أوروبي أو كندا أو أستراليا لأنه ما بقي بلد إلا وفيه فساد وإلى آخره أيضا تحدثنا بالتفصيل عن هذا الموضوع قلت لا أنصح إلا للمطر جدا وكل واحد له ظرفه ظرفه هو وظرف أولاده ظرف البلد الذي يعيش فيه ظرف البلاد المسلمة الأخرى إذا كان يستطيع أن يهاجر إليها ظرف البلد الأجنبي الكافر الذي سيهاجر إليه فكندا أفضل من أمريكا مثلا أفضل من كل أوروبا تقريبا أوروبا دول قومية أنا لا أتقبل حتى نفسيا وفكريا أن واحد مسلم مصري ولا سوري من عرق عربي تاريخيا ينتقل إلى بريطانيا ويحمل جنسية بريطانية ويصبح من القومية البريطانية هذا يعني لا أره متقبلا إذا هم تقبلوا فهذا يعني غير منطقي أصلا أما بلد مثل كندا مثلا بلد مهاجرين أستراليا أسوأ قليلا فيها تطرف أكثر وفيها يمين أكثر فهذا كله يقدر والضرورة تقدر بقدرها كما قلنا أكثر ممارا السؤال التالي نريدكم أن تتحدثوا عن الحركة الإصلاحية جمال الدين الأفقاني محمد عبدو رشيد ريضا شاكي برسلان وأيضا عن عبد الوهاب المسيري وطه عبد الرحمن طيب هذا أيضا إن شاء الله إذا وجدنا وقت ممكن أن نعلق عليه لكن الحركة الإصلاحية التي كانت تسمى السلفية في البداية مع أنها بعيدة عن السلفية المعروفة اليوم للأفقاني محمد عبدو يعني إلها وعليها بصراحة أنا ما وجدته حتى الآن أنا لست مختصا ربما من المستحيل أن تصل إلى جواب في هذه المدرسة يعني الكثير جدا الماسونية إلى آخره فالجزم بقرار نهائي جدا صعب فأنا أترك الموضوع للمختصين المسيري رحمه الله لازم أخصص عنه حقا إن شاء الله لكن لا أدري متى يحتاج شيء من التفرغ والعودة لقراءة كتبه طه عبد الرحمن ما قرأت له إلا ربما كتاب واحد فقط فأيضا ما أعرفه عنه قليل جدا فأترك الموضوع للمختصين وباختصار على فلسفة الغزالي الإمام الغزالي رحمه الله في التصوف وفي تقديم الكشف والعرفان تقريبا على العقل يعني هذا ما فهمته لكن طبعا هو فيلسوف عميق وله دوره الكبير في الساحة الثقافية هنا سؤال عن حلقة المسألة اليهودية وكيف تتم ترجمة أو تفسير الإبادة التي حدثت في ألمانيا النازية والمجازر كيف فسرت ضدهم في نهاية القرن التاسع عشر وقرن العشرين إلى آخره هل هذا فشل من قادتهم من قادة هذه الطائفة التي أبيدت أو أبيدت جزء منها أم هو شيء معقد أكثر فباختصار أخي الكريم أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا الموضوع لأنه كتير بدو تفصيل فأقول أن أصحاب النظرية الذين يؤمنون بهذا تسمى نظرية مؤامرة هم يرون أن حتى هذه الإبادة مع أنها حدثت لكنها لم تكن بهذا الشكل ضخمت ويرون أنها مدبرة يعني الصهيونية نفسها تعاونت هناك من يقول هناك وثائق تعاونوا بالفعل مع هتلر لإبادة جزء من طائفتهم حتى تبرر لاحقا للمؤامرة ويقام على هذا الأساس بلد في فلسطين السؤال الآن ما هو المطلوب مننا حتى نتصدى لهذه المؤامرات هذا يعني أيضا يختلف هل المطلوب منك أنت كفرد ومني أنا أيضا كفرد ومتحدث على وسائل الإعلام أم قائد أم مفكر فيعني كل واحد مننا له دوره فنحن كأشخاص عاديين حتى لو كان لنا أثر يعني نوصل رسالة للناس لكن لسنا قائدين ولا نحرك جيوش وإلى آخره ففي رأيي يعني ليس من المفيد كما قلت تحديدا هذا الموضوع في حلقة المسألة اليهودية ليس من المفيد كثيرا أني أتحدث عن المؤامرات يعني أنا حتى لو وصلتني وثائق مؤكدة مئة بالمئة لأن هذه الأمور كما قلت هي نظريات يعني لكن لو تبيني لي باليقين أنه هذا كل حدث ونحن نعيش في مؤامرة كبيرة جدا أنا أرى كما قلت يعني ليس من المفيد والعمل أن ننشر هذا بين الناس لأنه سيحبط الكثير من الناس التغيير في هذه الجزئية يكون من أعلى الهرم وليس من القاعدة هنا أيضا سؤال بنفس الموضوع من أين يبدأ التغيير من هو المسؤول عنه هل من الحاكم أو الرعية أيضا نقاش فلسفي طويل وفكرت فيه عشرات السنوات ولكن أرى من الطرفين من رأس الهرم ومن قاعدته لكن في جزئية المؤامرات والتصدي لمؤامرات كبرى طبعا فيجب أن يكون على رأس الهرم سؤال كنت مخدوعا بالتنظيم الإسلامي اللي يسمى داعش وإلى آخره فالأخ هنا عمره 19 سنة ويقول أنه يشعر بجهل شديد ويريد أن نعلق على الموضوع نحن لم نخصص حلقة لداعش لأنه خلاص انتهت حتى لو الفكر موجود لكن حتى أثره لم يعد كما كان في فترة الذروة كان خطر طبعا شديد جدا يوازي خطر الإلحاد وبنفس الانتشار وربما أكثر فالآن لم يعد مهما لذلك يعني ما خصصنا شيء في السبيل عنه أصلا لما أسسنا هذه القناة يعني كانت تقريبا داعش قد انتهت وما كان فيه خطر غير الإلحاد فلذلك خصصنا كثير من الحلقات مع تأسيس القناة لهذا الموضوع حتى الآن الإلحاد الحمد لله الموجة تقريبا حسرت ولكن سابقا أنا كنت أكتب كثيرا على الفيسبوك مواقع التواصل عن داعش ولكن أرى أنه الآن لا تستحق الكثير من الاهتمام ما رأيكم بفتوى القرضاوي رحمه الله التي تقول بدخول الجنة لمن لم يظهر له الإسلام أنه دير صحيح ولو كان مرتدا يعني بجملة واحدة أقول الأصل في الأمر عدل الله أنت الآمنت بأن الله عادل لن يظلم فأترك الأمر لله وتركه لرحمته لا نحكم على أحد لماذا دخلت في سجالات عقدية مع بعض الدعاء الذين نحسبك ونحسبهم على خير في السؤال يعني لم يوضح صاحبه ما الذي يقصده سجالات عقدية لا أذكر أبدا إعلقت في هذه القناة على عقيدة أحد ولكن البعض يعني هاجمنا في عقيدتنا فمر أخرى نقول هذا يعني اتهام خطير فلا برد أن نرد وهذا ليس سجالا والسجال نفسه أنا ما زلت أؤجل قلت أني سأعلن الحرب على ما سميتهم المداخل الجدد اللي بعضنا يسميهم الحدادية والآخرية ولكن حتى الآن ما زلت مترددا ما عندي وقت أخصصه لهؤلاء الناس وحتى يعني لا أجد أنهم يعني بنفس الخطر اللي كان قبل سنة أو سلتين فأعتقد أنه الكثير من الدعاء فرغوا وقتا وجهدا لهم وربما حتى أكثر مما يستحقون فأنا متفائل أنه خطرهم صار أقل لكن مع ذلك حتى الآن أرى أنه من الضروري نعم أن نفصل في موضوع السنة من هم أهل السنة السلفية والأشعارية والصوفية نتحدث عن هذه المواضيع ونوضح أن كل هؤلاء أهل السنة وهذا هو رأيي ورأي من هو أهم مني وأكثر مني علما لكن هنا تعليق على رد هذا الأخي إذا كان يقصد أني دخلت في سجالات مع هؤلاء الحدادية أو مداخل الجدد ويرى أنه يحسبنا ويحسبهم على خير فأشكره على ذلك ولكن أنا لا أحسبهم على خير أحسبهم على الإسلام نعم وأقول لك أخي الكريم أنت حر في رأيك ولكن أنا أرأهم شياطين مع أنهم مسلمين لكن هم أيضا في هذه الجزئية شياطين ويجب التصدي لهم وحماية الشباب من هذا الفكر الشيطاني الضال ونحن مقصرون في ذلك سؤال نريد من أحمد عدوش أن يعيد تقديم حلقة بعنوان هل نعيش في زمن الدجال لأن العديد من الناس في هذا الوقت ينزلون أحاديث آخر الزمان على ما يحدث في فلسطين فأقول هنا ردا يعني كأن الأخ جزم بأن رأيهم صحيح يعني فإلذلك يجب أن يعيد الحلقة لا يعني أنا ما قلته قبل سنوات على أنه ما زال الأمر بعيد ما زلت على رأيي وقلت تحديدا أن هناك جزئية مهمة أنه سيكون في هذه الأمة 12 خليفة أو 12 إماما والواضح أن الأئمة والخلفاء الذين يستحقون هذا اللقب هم الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز ما كان فيه خليفة للأمة بهذا المعنى إلا خمسة ممكن نزيد شوية لنضع بعض الخلفاء الأمويين الصالحين لكن أيضا ما زال هناك خلفاء لم يظهروا فغالبا قبل المهدي سيكون هناك خلفاء فيعني نحن لا ننتظر المهدي الآن بل ننتظر عودة الخلافة الراشدة بعد انتهاء الملك الجبري نريد تقريرا واضح المعالم حول المشاريع الحركية للإسلام ولماذا فشلت أنا كتبت ورقة كان عنوانها لماذا يفشل الإسلاميونك كتبتها من زمان ربما من 15 سنة وأكثر كنت ما زلت مبتدئا رأيتها مترجمة لاحقا إلى اللغة البشتونية أظن وتطبع في أفغانستان بدون إذني ولكن يعني أنا ربما لو قرأته الآن سأعيد بعض الأفكار سأراجعها لست على نفس الرئيس سابق لكن يعني من تلك الأيام كنت أرى أن الإسلاميين غالبا إخوان وغيرهم فاشلون في مشروعهم السياسي ولكن لما حتى كانوا محل اختبار عملي في مصر الفشر كان أوضح فربما إن شاء الله نخصص أيضا وقتا للحديث عن الموضوع أوضح أني لست مختصر في حركات إسلامية ربما هناك من هو أولى مني نريد أن تتكلم عن ظاهرة أندرو تيت أنا باختصار أقول أن لا أثق فيه ولست متابعا له جيدا ولكن هو مسلم عندنا ويبقى مسلما على الأصل والظاهر لكن لا أثق فيه ولا أريد من الشباب أن يثقوا فيه ولا أن يتبعوه على أنه محرك أو قائد أو مؤثر مسلم على الأقل حتى يحسن إسلامه ويظهر أنه صار صالحا ويثبت على الإسلام بضع سنوات إن شاء الله هل كانت الثورات العربية عفوية أو مخطط لها؟ قبل ما أؤسس قناة السبيل ربما قبل ثمان سنوات تقريبا فتحت بودكاست وتجدوه لو بحثتم عنه ابحثوا في جوجل عن الأسئلة الثورية الكبرى عملت ربما ست حلقات عن الثورة السورية وكان أحد الحلقات سميتها هل كانت الثورة مؤامرة؟ فأظن أني جاوبت على هذا السؤال مع أنه هو سؤال جدا صعب وحتى ما أظن أني رجحت إلى أنها مؤامرة أو غير مؤامرة يعني جدا جدا صعب لأن هي تفاصيل أنت ممكن ترى أن هناك ملامح مؤامرة في تفصيل ما وتجد عفوية في تفصيل آخر فهل الربيع العربي كل مؤامرة أو حتى السورية مؤامرة؟ لا أجزم بشي ولا أظن أني سأرجح شيئا من خلال قراءتي للأديولوجيات السياسية رأيت كثير من المفاهيم السياسية اليسارية الاشتراكية لها أهداف سامية وفي نفس الوقت لديهم تركيز على القشور والتفاهات مثل الجنس والنسوية الآخرية أنا تحدثت في هذا الموضوع لما قلتها لليسار يدعمنا وأقول أنه حتى اليمين له حسنات وسيئات فاليمين واليسار في الغرب لهم عليهم تستطيع أن تأخذ منهم بعض الأشياء بل تتحالف معهم نتحالف الآن مع اليسار في قضية غزة ثم نتحالف مع اليمين في قضية الجندر والجنس والتربية الجنسية للأطفال والآخره فالفكرة أن الطرفين يأخذون من عقولهم وحتى لو كان اليمين يأخذ أحيانا من المسيحية فهو يأخذ من دين محرف فما عندهم وحي يستندون إليه في معاييرهم بعكس الذي لدينا نحن نحن لدينا وحي ولكن لا نقول نحن على الحق لأننا أفضل وأعقل منهم بل لأن الوحي آمنا به وحتى ليس لأن الله جل وعلا يعني ميزنا عنهم وأعطانا هذا الحق لوحدنا وحرمه عنهم نحن الحمد لله كان فضل الله علينا أننا ولدنا في بيئة كان فيها إسلام فأمن بهذا الإسلام واكتشفنا أنه الحق كيف تتعاملون مع حملات التشويه للقناة ولأحمد الحمد لله يعني ما في حملات تشويه كثيرة حتى نقول هناك حملات بهذا الحجم وكما قلت أنا أرد على ما أره مهما يعني أقدر إذا كان هناك حملة فعلا بهذا المعنى وغالبا تكون على تويتر وضدي شخصيا وليس السبيل غالبا فأقدر إذا كان هناك ضرر على السمعة وعرض المسلم طبعا محفوظ مثل ماله ومثل دمه وخصوصا فيما يتعلق بالعقيدة يعني هناك من يطعن في عقيدتي مثلا فهذا أمر لا يسكت عليه لكن نقدر إذا كان شخص تافه ولا أحد يسمع به إلا عشرات أو مئات أو حتى بضع آلاف فنتجاهله نتجاوزه ولا نعطيه فرصة الشهر أيضا إذا كان مشهورا ومؤثرا ويتحدث إلى نفس الجمهور الذي نتحدث إليه فهنا واجب أن نتحدث ونرد فهذا هو منهجنا لماذا يوجد تضارب من الموقف التركي تجاه غزة؟ كيف نفهم توجه الدولة التركية حاليا وهل تقيرت عما كانت عليه في السابق؟ يعني قبل أن أجيب هنا المشكلة في هذا الموضوع الناس غالبا حديون ومتطرفون في كل شيء خصوصا في القضايا السياسية فيعني إما أن يحبوا أردوغان كما كان قبل بضع سنوات كان هناك شعبية كبيرة له بين العرب لأنهم يبحثون عن نموذج وما في غيره أو الآن يكرهونه كره الموت يعني يكرهوا أكثر من العلمانيين ترى أنهم مؤيدين لأردوغان على الأقل لأنهم يعرفون أن الطرف الآخر لم يكن فقط علماني كان علوي الرئيس اللي كان مترجح ضد أردوغان فكان واضح تماما أن تركيا ستكون في كارثة لو خسر أردوغان بعدما انتهت الانتخابات رجع الناس يسبوا ويشتموا أردوغان فمن حيث المبدأ أنا مع انتقاد أي شخص خصوصا لما يكون في هذا المنصب المهم وانتقاد أخطاءه طبعا لما يخطئ ما ليس معصوما لكن المشكلة في هذه الحدية عند الناس يعني كل الحب اللي أحبه أردوغان فيه الآن كله انتقل إلى الطرف الآخر وصاروا يكرهوا بنفس الدرجة فهذه المشكلة عند غالب الناس للأسف وأظن هذا موجود في كل مكان وفي كل زمان فهم لا ينظرون للشخص لأنه إنسان له وعليه ونأخذ منه الحق وننتقد ما فيه من باطل لكن إما أن نسقطه ونشتم أمه وأبوه ونلعن اليوم اللي يولد فيه ربما بنفس الطريقة أيضا البعض كان ينظر لي لما قدمنا مراجع لأردوغان قبل ربما ست سنوات بنفس الطريقة ينظرون بما أني لم أنتقده وبأثر رجعي يعودون أن أنا لم أنتقده وإنما مدحت هذا المنهج ولا أقول هذا الشخص وأثنيت ما زلت أثني على ما قام به من تغيير في تركيا وأنه تحدى العلمانية المتطرفة جدا واستطاع أن يؤسس لمنهج جديد في السياسة ولو أنه ليس هو المثالي وليست هي الخلافة وليس هذا هو المنقف الشري والآخره ولكن هو الأفضل فنحن نتحدث في السياسة عن ما هو متاح قعدة الإمكان والتمكين كما قلنا وشرحنا مبدأ بنتيميا هذا كله فصلنا فيه فالآن لماذا يوجد التضارب صراحة لا أدري أنا لست باحثا سياسيا يعني متفرغا للبحث عن التفاصيل والمستجدات التاريخية وما هو موقف تركيا الآن وسابقا أنا منفتح على كل الخيارات قد يكون إردوغان منافقا مع أني أستبعد ذلك ولكن قد يكون لكن فكرة أنه يعني يظهر أنه متدين وهو في الباطن هو منافق أو حتى كافر وكذا هذه سخيفة طبعا وليس مضطرا هو حارب حتى يوصل الإسلاميين إلى السلطة وحارب كثيرا حتى تدخل إمرأة محجبة إلى القصر الرئاسي هي زوجته يعني هذا حتى في البلاد العربية شبه مستحيل فما بالك ببلد متطرف جدا في علمانيتو اللي هي بلد أتاتورك اللي حتى الآن يعبد كإله السؤال التالي هنا السؤال يبدأ بالإطراء على العبد الفقير فأشكر الأخ كثيرا ثم يقول هناك مشكلة كثرة المذاهب والأحزاب الدينية وهو الآن بعمر 22 سنة يميل إلى السلفية ثم يجد الأشاعر أكثر لينا ثم الصوفية من حوله في بلده فما هو المذب الذي يجب أن يختاره ويسير عليه هل أختار من كل جماعة ما يناسبني شكرا أخي كريم على ثيقاتك بي ويعني من باب الطرف أسألك في البداية هل تريد أن يكفروني ويستبيحوا دمي لو قلت لك اتبع هذا وترك هذا مثلا فيعني نحن في أسوأ مراحل تاريخنا للأسف يعني ما في أي تسامح ولا حتى قدر على تقبل الآخر بأي شكل وما في أدب الاختلاف نهائيا وبما يعتقدون أنه يمس العقيدة كما يتصورون يعتقدون أن هذا القضية ليست محل خلاف أصلا فليست أنه ليست مشكلة أدب الاختلاف بل هي يجب أن تحارب الآخر لأنه يبطل العقيدة لما يتحدث عن صفات الله فإما معطل وإما مجسم وإلى آخره فالأخ هنا يعني يريد أن أنصحه فلن أنصحه بهذه الطريقة أقول لك السلفية على حق أو الأشاعر أقرب إلى الحق نرىهم كلهم على حق إن شاء الله حتى في الأمور اللي اختلفوا فيها هي محل خلاف قضايا الصفات ومن يعتقد أنه على رأي السلف الآن هم ليسوا على رأي السلف في كل شيء قضية جدا تحتاج إلى تفصيل وليس هذا وقت تفصيلها وأنا أتهرب دائما من التصنيف ولكن مع ذلك لما عجزوا عن تصنيفي وضعوني في خانة العدو اللي ما أعجبوا شكلي أو حتى طول لحيتي أو بعض كلامي بدأوا ينبشوا أي شيء في تاريخي القديم حتى يقولوا أنت مع الطرف الآخر ثم أنت مبتدع وأنت ضال فأنا مثلك أيضا لما كنت في عمرك كنت في حيرة طويلة وتعلمت لدى كل هذه المذاهب حتى بدون أصلا اختيار يعني أنا كنت أريد أن أتعلم الدين فأجد أمامي معهد أو شيخ أو مؤسسة ألتحق بها فأدرس العقيدة على يد كل هؤلاء وحتى مارست التدين على أيدي هؤلاء وانتسبت إليهم والتحقت بهم ووجدت كما قلت أنت الحق عند الجميع وهناك خلافات يعني مع الأيام كل ما تعمقت ستجد أنه يعني إن شاء الله ستجد كما وجدت أنا أنها ليست بهذه الأهمية ولا تستحق أصلا كل هذه الضجة فكما قلت أنت خذ ما تراه مناسبا ولكن ليس ما يناسب الهوى ما ترى أنه أقرب إلى الحق كل ما تعمقت فمن كل جماعة خذ ما تراه أقرب إلى الحق والله ييسر أمرك إن شاء الله أتمنى الحديث عن كيف نعرف الشخص أو الجهة الصحيحة للحصول على العلم الشرعي أيضا نفس السؤال تقريبا ونفس الجواب أيضا وكما يقول الأخ يعني أنه كل شيخ يريد أن يسمع منه يجد من ينتقده فأنا أيضا مثلهم يعني إذا كنت تريد أن تسألني بما أني يعني ما حلثيق عندك فأنا أيضا أنتقد مثل من تقول أنهم أنتقدوا وأنا أصلا لست بشيخ ولا داعي أنا باحث فما بالك يعني إذا كان الشيخ لم يسلموا فأنا لن أسلم الأخي يقول يعني كل ما سمعته من شيخ يقوله ممنيح وأنا ممنيح أيضا بالنسبة للكثيرين فمر أخرى يعني أخي الكريم نحن لسنا بخير نحن بأسوأ مرحلة في تاريخ الأمة ولو كانت خالبية الأمة على خير وعلى حق وعلى هدى وعلى تسامح وعلى فهم وعلى وعي ما كنا في هذه الحالة التي تجدها كل أمم الأرض تستبيح المسلمين الآن في الهند في الصين في بلاد الحرمين نفسها الآن الشيخ يسجنون يعني إيش بيئي أكثر من هيك يعني في بلاد الشام مصر ما بقي مكان فغزة الآن هي مكان صغير نجد فيه إبادة جماعية بشكل صارخ لكن في كل مكان نحن مستباحون ويحكمنا أسوأ ناس وجدوا في تاريخ الأمة لأن الشعوب نفسها أيضا على ضلال في كثير من التفاصيل لا أقول هم منحرفون عن الإسلام لكن في تقصير كبير في معاصي في عادات وتقاليد مقدمة على الدين نفسه في عنصرية متطرفة في جاهلية مقيتة الجاهلية التي هي من أكثر الأمور التي انتقدها النبي عليه الصلاة والسلام وشدد على نقدها وقال يعني من تحدث عن أبيه فأعضه بهني أبيه يعني هي الشتيمة الوحيدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام الشتيمة بذيئة جدا يعني ونقلت لنا في هذا الحديث وأمر الصحابة وأمر كل أمة من يتحدث بهذه الجاهلية وبالقومية اشتموه بهذه الشتيمة البذيئة جدا ولا تتسامحوا ولا تكنوا يعني لا تقولوا ما تتحدثوا بطريقة فيها مدارا لا يعني تكلموا بطريقة صريحة لأن الشعوب كلها يعني مجرد أنك تفتح سيرة فقط على بلد ما أو وطن ما لشتم الآخرين وللدفاع عن وطنهم وإلى آخره ففي هذا الجو يعني ماذا نقول ولكن لا أقول هلك الناس ما زال هناك خير طبعا ما هو مقدار الدعم المالي الذي تتلقونه ويسأل لماذا هناك قل الدعم أن هناك يعني أصحاب خير أغنياء نحن نضع تحت كل فيديو روابط الدعم لما نريد أن يدعمنا ماديا والحمد للأمرنا بخير يعني ولكن أكيد يعني نتمنى أن نتوسع أكثر وأن نجد المزيد من الدعم رجاء للأستاذ دعدوش أن يبطئ كلامه لأنه لا يستطيع أن يفهمني البعض يسمعني مع تسريع الكلام فيعني هذا رأيي قد يختلف عليه ربما قضية ذوقية ولكن الحل بسيط يا أخي أنت ببساطة على اليوتيوب تستطيع أن تسرع الكلام أو تبطئه فالقضية بسيطة إن شاء الله هل صحيح أن آخر الزمان يضعف الحاجز بين عالم الجن والإنس نعم غالبا نعم وغالبا أن الجن سيظهرون للناس في فترة ما ربما مع الدجال أو قبله كيف يفسر الماديون المنخرطون بالشاكرات وعالم الطاقة كيف يفسرون الكينونات التي تتحدث إليهم أيضا هذه الجزئية تحدثنا عنها يقولون هي كائنات روحية أو روحانية بتفاصيل لا تحصى مثلا كنت أقرأ قبل أشهر عن الثيوسوفيا وتعمقت أيضا في هذا الموضوع وقرأت من كتبهم هلينة بلافاتكي وأليس بايلي وإلى آخره فهم يعتبرون أن هذا العالم قديم لملايين السنين وكانت هناك كائنات روحية طبعا ما في إله ويعني هناك أنبثاق لهذا العالم بالطريقة البوذية إلى آخره إنه كون كله عبارة عن كيان روحي ونحن عبارة عن تمظهرات مادية له وهذه الكائنات موجودة من زمان هم يتواصلون معها ويستمدون منها الحكمة والخبرة ويستعدون ويعدون العالم الآن لعصر الدلو فلذلك تسمى حركة العصر الجديد وعصر الدلو اللي قريب جدا وبعضهم توقع أنه بدأ في القرن العشرين وهو عبارة عن كائنات روحية هو كائن روحي موجود من ألاف سنين وينتذر يعني تفاصيل كثيرة بصراحة لا أستطيع أن ألخص لكن جوابا على السؤال يعني هم يرون كائنات روحية موجودة من زمان إما كانت هي كائنات بشرية ماتت وارتقت لعالم روحاني مثل الجنة وبعضهم يعتقد أن هذا المكان موجود فوق الصين يطوف في عالم متافيزيقي آخر لا نراه أنا أرى أن هذا كله له تفسيرات وكله يتقاطع مع عالم الجن 100% وهذه الكائنات كلها هي جن ما في أي شرح آخر يعني وبعضهم يعيش في كواكب أخرى بعضهم تحديدا على كوكب الزهرة هذا موجود في تاريخهم وفي تفاصيلهم وفي كتبهم فهم يعتقدون أن هؤلاء كائنات روحية كما قلت بعضهم يسميها ملائكة أو يعني من تصنيفاتها ملائكة وكروبيم أو كروبين ومنهم لوسيفر طبعا هو قائدهم لهو إبليس فنحن في الخلاصة نؤمن أنهم جن وهم يؤمنون أنها كائنات روحية لماذا لا ننشر حلقاتنا على الفيسبوك من أول ما بدأت قضية غزة توقفنا عن نشر أي شيء له علاقة بغزة وفلسطين واليهودية والصحيونية الفيسبوك جدا متشدد في هذا الموضوع فننشر فقط على يوتيوب القرآن عندما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هل كان برواية حفظ أم ورش أم الآخرية القراءات العشر كلها متواترة القرآن نزل بكل هذه القراءات هل ما يقوم به الحوثي في البحر الأحمر مسرحي أم نصر الإهلين في غزة أقول كل شيء والد ومرة أخرى إيران هي عدو للمسلمين السنة كما هو حال إسرائيل ولكن مع ذلك هي عدو لإسرائيل هذه النقطة في كتير من الناس في ملايين الناس من السنة العرب عاجزون عن فهمها فأنا بصراحة أستغرب هذا التفكير ربما هو موجود في كل العالم يعني بسطاء الناس وحتى ربما المثقفين يعتقدون أنهم هم مركز الكون نحن العرب مركز الكون والعالم يدور حولنا فإذا كان كل العالم عدو لنا أو يغار منا أو يعني ضدنا بشكل أو بآخر فإذا كنا نحن نعادي طرف ما لهو إسرائيل فإذا بنفس الدرجة سيكون الطرف الآخر هو إيران لهو أيضا يعادنا كلاهما أيضا يجب أن يكوننا متحالفين يعني نحن مركز الكون والعالم كله كون آخر فالعالم كله عبارة عن عالمين يعني أو قطبين نحن والآخر والآخر كله متحالف ضدنا فإذا إيران يجب أن تكون صديقة لإسرائيل باختصار شديد مع أن الحوثي شعارهم من أول ما تأسسوا يعني من عقود شعارهم الموت لأمريكا واللعنة على اليهود والموت لإسرائيل هذا شعارهم المكتوب ويرفع في أعلام وفي كل مكان لا حتى يعني هذا بالنسبة لهم مؤامرة يعني والحوثيين يعني كأنهم مضطرين حتى يكتبوا هذا الشعار فقط لأننا مركز الكون فيريدون فقط أن يخدعون يعني وإيران بكل ما لديها من خطاب سياسي موجود من 40 سنة من 79 من 44 سنة لما عاد الخميني كل الكلام عن الشيطان الأكبر وكل هذا العداء وكل قضية الخلاف على السلاح النووي ومفاوضات النووية هذا كله مسرحية فهذه العقليات من أسخف ما يكون جدا جدا يعني أنا لا أستغرب من شيء كاستغرابي من من يفكر أننا نعيش في هذه المسرحية الكبرى وأنه إيران هي إسرائيل نفسها يعني يعني ما عندي مشكلة أن أعتبر كلاهما عدو وفي نفس الوقت هما عدوين فيما بينهما فمشروع إيران اللي هو مشروع آخر الزمان مشروع خروج المهدي يقوم أيضا على الحرب مع اليهود هذا مشروعهم تقتنع به ما تقتنع تجده خطأ باطل هذا موضوع آخر طبعا هو ليس مشروعي ولا أؤمن به لكن أنا أؤمن بكل هذه الحوزات هذه الحوزات كلها وهذا النظام السياسي العريق والقوي إيران دولة كبيرة ليست صغيرة يعني لا سياسيا ولا جغرافيا ولا اقتصاديا دولة عظمى يعني على الأقل إقليميا دولة بهذا الحجم هي تقوم بكل هذه المسرحية على الملايين من شعبها وعلى الملايين من شعبنا وفي النهاية هم حلفاء لأمريكا وإسرائيل بل هم إسرائيل نفسها يعني هذا من أسخف الخرافات المنتشرة فيما بيننا وأريد إن شاء الله أن أخصص حلقة وأكثر لهذا الموضوع لكن للأسف يعني هناك أولويات الآن هل يمكن أن يكون بين السنة والشيعة عرضية مشتركة وتعاون حاليا لا في هذا الوقت ولا حتى في المدى القريب أرى هناك صرع وجودي بين من يحكمون إيران من الشيعة والذين أيضا صاروا يحكمون العراق الآن وللأسف يحكمون سوريا ويحكمون جزءا من لبنان ويحكمون أيضا اليمن هذا الهلال الشيعي كله والذي أساسه طبعا في إيران عن فكرة ليس كل الشيعة حتى في العراق معهم يعني السستاني ليس تابعا لهم هذه قضية تحتاج تفصيل ولو كان موافقة لهم في بعض الأمور لكن ليس تابعا فبهذا المعنى وبهذه المنظومة نعم هم ضدنا وأنه نتحالف معهم لا حاليا لا لكن من حيث المبدأ نعم وهذا ما يخالفني فيه ربما 99% من سنة العالم أنا أرى أنه استراتيجيا كل شيء ممكن اليهود أصلا ما استطاعوا أن يحكموا العالم إلا لأنهم فكروا بهذه الطريقة اللي هي خارج الصندوق فكروا أن الكاثوليكية الكبرى بكل ما فيها من قوة اللي كانت حاكمة أوروبا كلها البابا نفسه بابا الفاتيكان اللي كان يسيطر على كل ملوك أوروبا هو اللي يعينهم ويعزلهم اليهود اللي هم قلة قليلة بسيطة وحتى فقيرة فكروا على المدى الطويل جدا يعني فكروا لقرون للأمام أنهم يختارقوا هذه المنظومة ويغيروها من الداخل وابتكروا البروتستانتية وغيروا منظومة العالم وخيروا تاريخ البشرية كله وتحكموا في أهم منظومة في العالم الآن المنظومة الغربية هم اللي بيحكموها الآن من تحت الطاولة لأنهم وجدوا أن هذا ممكن ممكن أن الكاثوليك يصيروا عبيد لهم وليس فقط يتحكموا ويتحالفوا معهم والآن ما في رئيس أوروبا إلا بيعتذر ويقول إحنا جاهزين أن ننفذ أوامر إسرائيل فأنا أرى بنفس المعنى من حيث الإمكانية ممكن نعم بشكل أو بآخر أتحالف مع الشيعة ولكن ليس هؤلاء ليس اليوم ولا حتى نحن مين اللي إحنا عنا قادر يتآمر ويفكر ويخطط مين؟ يعني الحكومات العربية يعني إيش نحكي كله واضح لان هم الآن يفكرون لمصلحة إسرائيل فقط وعلى فكرة الآن اليهود ومن زمان يفكرون بتغيير الإسلام مقتنعين بذلك إنه هذا ممكن وبدأوا يعني من أيام الصحابة على يد عبد الله بن سبق بمحاولة تحريف الإسلام كما حرفوا المسيحية على يد باول أو شاول هذا ذكرته سابقا أو باولوس فغيروا المسيحي وحرفوها وطمسوا الإنجيل لهو وحي الله يعني حرفوه كما حرفوا التوراة سابقا فكان حلمهم وما زال أنه الإسلام ممكن يطمس ممكن يغير ويبدل وما زالوا حتى الآن يفكرون بطرق يعني فعلا غريبة طريقة الدين الإبراهيم التي تبدو أقرب للأسطورة يفكرون أنها ممكنة ممكن أن تحدث يعني السؤال التالي هل سكان شمال أفريقيا عرب أم أمازيغة يكفي أنهم مسلمون في القناة كثير ما تحللون كتبوا أحداث وأفكار فلو تساعدون لنعرف الوجه الأصح أين نضع رجلنا في هذه الحفر الضالة يعني يا أخي الكريم نحن للمجرد أنه مثلا ترحمنا على القرضاوي أصاب البعض على الجنون فقط أنك تقول الله يرحمه يصابون بالجنون ولهو القرضاوي يعني ما بالك لو كنا نتحدث عن شخصية مثلا وثيرة للجدد فيعني الأخ يريد أن ننحاز لطرف وأن نقول له هذا صح وهذا خطأ هذا حق وهذا باطل ففي هذا العالم المجنون الذي تراه كيف تتوقع لو انحزنا فعلا أنا أرى كما قلت سابقا الحق عند الجميع سؤال هل حزب الله قاتلوا السنة طبعا هم لا ينكرون هذه الحقيقة هم قاتلوا السنة في سوريا واعترفوا بذلك ولو أنهم أنكروا في البداية هذا واضح كالشمس يريد حلقة عن إيران وولاية الفقه إن شاء الله قريبا لماذا عندما يبدأ التسجيل في البناء المنهجي يتهافت الحدادية والمداخلة على الطعن في البرنامج وصاحب البرنامج وهو برنامج الشيخ أحمد السيد الجواب وأن هذا أيضا رأيناه مؤخرا قبل أيام هو ربما يكونوا متعاونين مع النظام في السعودية السعودية أو يعني بعض الذباب هناك والوطنجية يعني أصيبوا بالجنون كيف الشيخ أحمد السيد هرب من السعودية صحة التسمية ولم يهرب هو خرج إلى تركيا وأكمل مشاريع الدعوية والتعليمية والتكوينية هناك فكيف خرج عن سلطتهم هم يريدون كل مشايخهم تبقى في حدود هذا البلد ويسجنوا كل من يشك في أمره كل من ربما حتى تعاطف بكلمة مع مرسي باعتبار أنه أخوان يعني يعاقبون بأثر رجعي ثم يريدون فقط أن يبقى من يسبح بحمد السلطان لا أقول فقط يسكت لا لا يجب أن يسبح بحمده ويؤكد الولاء والتبعية بشكل مطلق وهذا قالوه أحد هؤلاء الذباب اللي أنا سميته صرصور لأنه هو دكتور اسمه الجديع خرج في إحدى القنوات السعودية يعني يقول أنه يتابع بشكل مخابراتي هذا البرنامج ويحذر منه أنه يتابع للأخوان وإلى آخره يعني مع أنه أحمد السيد وكل هذا البرنامج لا يقترب من السياسة نهائيا ولا يعلق على سياسة بلده ولا بلد آخر فقط يعني لأنه خرج وبدأ يعلم الشبابنا الخارج فبدأوا يهددوا كل واحد في السعودية يخطر على باله فقط أن يلتحق بهذا البرنامج بأنه ممكن يعاقب ويحاسب يعني شوفوا الذعر وشوفوا الإرهاب الفكري إلى أين حتى لو كان برنامج ما له علاقة إلا بالتربية الدينية العقدية الفقهية فقط وتوعية ثقافية حتى ما في أي شيء عن السياسة لكن هذا هو حال السلطة المستبدة في كل مكان فهذا الصرصور كان لما خرج في هذه المقابلة كان يقول إحنا عندنا دورات تعليمية وشرعية وتكوينية في السعودية فلماذا يذهب الشباب إلى هؤلاء فهم بدأوا يبحثون على أي شيء ودين أحمد السيد فواجدوا إحدى التغريدات لأحد المشايخ اللي تهم تهمة فقط بأنه إخوان لأنه الكل عندهم إخوان إلا من كان معهم فكان يمدح بهذا البرنامج فقالوا شوفوا الإخوان الفلاني يمدح ببرنامج الإخواني أحمد السيد أنا متأكد أحمد السيد ما اقترب من السياسة بحياته لا قبل ولا بعد فهم يريدون أن يمسكوا على أي شخص يعني أي تهمة مهما كان لأنه الحياد غير مقبول عند هؤلاء سؤال لماذا لم تعد تأتي على ذكر سوريا وثورتها إلا على استحياء وكأنه الأمر انتهى ولا أقول سياسيا وعسكريا بل فكريا إلى آخره أولا أخي مرة أخرى يعني هذه القناة ليست قناة تعليق على الأحداث لا سياسيا ولا فكريا لا نعلق على تفاصيل إلا نادرا في بعض الحالات طبعا بمأنك أنت ترى سوريا يعني هي شيء مهم ويجب أن نعلق عليها فيعني كل شخص يرى أن قضيته هي الأهم نحن نتحدث لقضايا الأمة بشكل عام وبالنسبة لهذا الموضوع أنا أصلا نشرت كل المقالات التي كتبتها عن الثورة السورية كلها نشرتها في كتاب سميته مقالات العشرية الحمراء فممكن تجدوا على النت يحمل مجانا طبعا هذا الكتاب ما نشرته من إصطارات السبيل لأني لا أريد أن نتحدث في السبيل على قضايا سياسية فممكن تشتروه من النت أو تحملوه مجانا وأيضا أنا لا أرى أن هناك فائدة كبيرة في أي تعليق خاص بسوريا الآن يعني الحرب تقريبا انتهت ولو أنه الآن استجدت في إدلب لكن يبدو أنه القضية الآن مجمدة ولا أقول انتهت ولا ندري ما الذي سيحدث قريبا وعمما أنا أفكر أنه أتحدث عن الثورة بشكل عام عن تاريخها وما حدث فيها مع أنه تستحق حتى على الأقل مجردك تتحدث عن التفاصيل فربما لا يكفيك عشرات الساعات لكن الهدف أنه فقط يعني نخبر الشباب اللي كانوا أطفال قبل عشر سنوات نخبرهم ما الذي حدث لأنه الآن في تضليل في تمسل الحقائق بشكل مرعب أيضا سؤال مثلما تحدثتم عن محاسن الحرب على غزة وأنها أدخلت الناس في دين الله وغيرت رأي العالم لماذا لا تتحدثون عن خطورة تشييع الناس سياسيا وعن إيران وإلى آخره وعن تلميع صورتها صورة إيران يعني والحوثي وحزب الله كيف تلمع صورتهم في الجزيرة والتلفزيون العربي طيب أنا مرة أخرى لست مصابا بما أسميه الإيران فوبيا والشيعة فوبيا ما عندي هذه الفوبيا أنا أراهم بشر مثلنا لهم وعليهم هم في هذه المرحلة ضدنا وقتلونا في سوريا وفي أماكن أخرى ويجب أن نتصدى لهم لكن هذه الهستيريا بشيطنة الشيعة أنا لست مصابا بهذه النوثة والحمد لله ولا تعنيني وأيضا ردا على كلام الأخ يقول أنه تلمع صورتهم في الجزيرة بصراحة أنا لا أعرف ما الذي تعرضه الجزيرة لكن بما أني عملته في الجزيرة سنوات طويلة فأنا لا أرى هذا الهواس أيضا المشكلة أنه فيه هوس في المقابل يعني أي كلمة محايدة مع الشيعة فإذن أنت تلمع كما قلت هي فكرة حدية عند بعض الناس أنت لم تشتم إردوغان إذا أنت تطبل له أنا أكره إردوغان إذن يجب أن تكرهه أو أنت مع عدوي في النهاية فنفس الشيعة تقتلنا وتستبيح دماءنا في سوريا وفي غيرها فإذن يجب أن تلعن أبو الشيعة في كل مكان حتى عوام الشيعة يعني لهم منهم كثير من العرب في العراق وغيرها وناس بسطاء عوام يجب أن تكرههم وتحقد عليهم وإلى آخره أنا لا أقول هم يحقدون ما يحقدون هذا ليس موضوعي قضية قد تكون محل نقاش وليس هذا وقتها لكن أعلق على جزئية أنه الجزيرة اللي هي قناة إخبارية لو جابت خبر أنه الحوثي فعلوا شيء ما ظاهره نصرة غزة يجب أن نأتي بمحلل طائفي حتى يقول هؤلاء الشيعة أولاد كذا وكذا وإن لم يفعلوا ذلك فإذن الجزيرة تلمع يعني أنا هذه العقلية يعني لا أفكر فيها والحمد لله هذا المرض أنا بريء منه لأنه فعلا من أعراضه يعني أنه مجرد نقل خبر عما يحدث وتحليل سياسي فأنت تلمع فيعني هذه عقلية مؤامرة وأنا لا أفكر بها أيضا جاءت رسالة من أحد الشيوخ الأفاضل ينصحني بالابتعاد عن السياسة ويقول يعني أنا أتحدث في أمور نافعة وهي موضوع الطاقة والبوذية والرد عن الإلحاد والتوعية وكذا فقضايا دينية لكن النشاط السياسي يقول أنه هو أصلا لا ينفع الحديث في هذا الموضوع لن يغير شيئا فأنا رديت على الأخ برسالة وقلت له أنا كنت ناشطا سياسيا وصحفيا قبل أن أكون داعية إذا كنت أصلا داعية الآن أنا أتحدث عن التوعية من كل الجوانب وما في فصل بين السياسة وبين الفكر بالدين كله متداخل والمشكلة أيضا أن المشايخ لما سكتوا في أيام الثورات والشعب كله كان قائم على الثورات يعني حتى في السعودية كانوا يدعمون ثورة سوريا كل الشعوب كانت تقريبا مع هذه الثورة إما لسبب طائفي ضد الشيعة أو لسبب سياسي أو قضية عدالة إلى آخره يعني الشارع كله تقريبا كان مع هذه القضية فكانوا يشتمون المشايخ اللي سكتوا اللي خافوا اللي وقفوا مع النظام مثل البوطي مثل الجفري مثلا فتعرضوا للشتائم والنقد الآن العكس الآن الشيخ اللي بتعرض لهذه الأنظمة المستبدة الشعب نفسه يشتمون فأنا أقول يعني هؤلاء المشايخ مش عارفين يرضوا الناس يعني إذا سكت ينتقدوه إذا قال ما عليه ما يمليه عليه ضميره ينتقدوه فما الذي يريده الناس هذا سؤال عجيب وفي النهاية يعني يجب على الشيخ أو الداعي أو المتحدث أن يقول ما يرضي ضميره هناك أسئلة استراتيجية سياسية أيضا جاءتني عن توقعاتي كما قلت ولكن مرة أخرى أنا لست متابعا جيدا لكل التفاصيل ولست محليلا سياسيا الآن تعليق على بعض الحلقات التي يعني رأيت بعض التعليقات جاءتني فسأعلق بشكل سريع جدا إن شاء الله على التعليقات وتحديدا عن الأمور التي كان فيها إنكار علينا فيعني تحملوا أني سأتحدث عن الأمور السلبية غالبا أو الاعتراضات ومع كل احترامي ومحبتي لمن يمضحون اعتراضات هائلة على هذا الموضوع وللأسف يعني يبدو وكأنه البعض يعني أنكر قبل أن يسمع أيضا الأدمن أدمن الصفحة عندنا عن فيسبوك الله يزي الخير هو نشر تصويت أنا ما كنت حتى يعني متابع فنشر التصويت حتى بدون علمي يعني أو ما كنت أنا عارف بالضبط ما الذي سيكتبه لكن أنا أشكره يعني لما رأيت نتائج التصويت كانت واضحا يعني 85% كان رأيهم أن المجتمع العربي قادر على إنشاء منصة التواصل الاجتماعي بمستوى وتأثير المواقع الكبرى وتعكس قيامنا وثقافتنا والنقطة الأهم أنها قادرة على منافسة عمالي قد تتواصل الاجتماعي طبعا الحلق كانت ضد هذا يعني 85% كانوا ضد هذا الرأي ربما لأنه أصلا طريقة سياغة السؤال يعني نفسها كانت يعني تدفع الناس للتفكير بطريقة إيجابية بهذه الطريقة لكن المهم أنه البعض وضعوا في التعليقات روابط لمواقع بديلة لأنا كنت أعلق بشكل عام أنا ما تحدثت عن موقع بديل عربي لكن البعض وضعوا روابط روحوا ادخلوا على هذا الموقع يعني يا جماعة وسجلوا فيه هذا موقع بديل فيسبوك ويعني حسيت أني كأني أكلم نفسي يعني وكأن الرسالة لم تصل وأنا أقول لها أولئي الإخوة يعني هل هم فهموا أنا على فكرة يعني ما تحدثت على السيرفرات يعني تحدثت على عدة نقاط لكن الوقت ما كان يسمح أكثر من نصف ساعة تحدث عن السيرفرات يعني ربما هي أهم من النقاط الأخرى البعض هنا لا يفهم أنه من أسسوا مواقع بديلة أخذوا البرمجة من مصادر مفتوحة وبرمجوها وعدلوا عليها أو ربما هم عباقرة وفعلا ابتكروا أنا قلت نعم ممكنك أن تبتكر برنامج بديل عن فيسبوك ربما حتى أفضل منه مع أنه هناك ذكاء صناعي متطور مع أنه قلت ميزانية التطوير في فيسبوك السنة الماضية 6.5 مليار دولار في سنة واحدة احنا ما عندنا 6.5 مليون دولار أصلا ما عندنا 6.000 دولار حتى ننافس وهذه المشاريع يعني ينتجها شباب عاديين حتى لو شركات كبرى 6.5 مليار للتطوير يا جماعة تطوير فقط فيريدون أن ينافسوها بمصادر مفتوحة مع ذلك أصلا اللي فتحوا هذه المواقع البديلة فتحوها على سيرفرات اشتروها من شركات يعني سيرفر عادي يدوبك يفتح لك ألف حساب أنت تريد أن تنافس بمليار مثلا منصة متة عندها ثلاث مليارات إنسان كم حجم السيرفر الذي تريد أن تشغل عليه مهمة تبريد السيرفرات لوحدها هذه مهمة تكلف الملايين فما الذي يفكر فيه هؤلاء الناس أنا أتعجب فعلا يعني من لحظة التفكير بالفكرة وبعض يطبقها ثم يعلن عنها أنه فعلا إحنا يا جماعة عندنا الآن موقع بديلي طوال هذه الفترة هؤلاء ما يعرفوا يعني إيش الواقع ما في دراسة جدوى يعني الفكرة أن هؤلاء كلهم الذين غضبوا من هذه الحلقة ليس فقط لأنهم جاهلين بالموضوع اللي احنا شرحنا وفصلنا فيه هم فقط عندهم قضية أنه أنت تثبت هذا هو الموضوع بالنسبة لهم يعني لو كانت الحلقة هي هل يمكنني صناعة سلاح نووي ينافس الجواب أنه أنا حتى أكون فقط متفائل أنه أقول نعم هل هذا هو المطلوب يعني وأبدأ أبحث عن جواب في كوريا الشمالية ولا في باكستان المطلوب أنك تصنع مفاعل نووي حجمه كبير ويفلت من الأقمار الصناعية وتقوم بمؤامرة سياسية كبرى ويكون معك حكومة أصلا هي التي تتبنى المشروع وليس قطاع خاص ثم تشتري التكنولوجيا وتشتري المواد وتشتري اليورانيوم ثم تخصب وإلى آخره أو البديل نعم تشتري قنبلة نووية من مكان آخر وهذا أمر آخر طبعا لكن تقولي نعم أنا قادر والبعض يعني يذكر أمثلة يقول الفيسبوك بدأت ببساطة ثم وجدت المليارات نعم أنا هذا ما قلته تقريبا الفيسبوك بدأ على يد شخص من طائفة اليهود طبعا وهو أيضا أمريكي ويعمل في وادي السيليكون ثم جاء المستثمرون وأعطوه المليارات وفي البداية ملايين ثم انطلق هذا المشروع ثم صار إمبراطورية كبرى لها أسهم في البورصة أنت لست أمريكي ولست يهودي ولست في هذا الوسط لا جغرافيا ولا سياسيا ولا دينيا وتريد بعد كل هذه السنوات أن تبدأ من الصفر ولم تبدأ أنت في عام 2004 كما كانوا في تلك البداية والأهم أنه ما في وراءك لا إمبراطوريات رأسمالية وما في حكومات كما هو الحال عندهم أنا فعلا مستغرب هل يجب أن أعيد الشرح وتوضيح الواضحات مرة أخرى وإيش علاقة التثبيت هنا والتشجيع والتفاؤل أحنا نتحدث عن واقع إحنا لو كنا قادرين نعمل هذه السينفرات ولدينا كل هذه الأموال والحكومات ستحجب القنوات أو المؤسسات الأخرى وتشجع وتتبنى وتفعل كما فعلت الصين وروسيا كما قلت هنا تكون ناجحة وطرحت مثالا في السعودية في تطبيق جاكو قلت بهذه الحالة تنجح البعض ربما لم يسمع ما قلته في نهاية الحلقة والبعض ربما فقط أي شيء له علاقة بسؤال أنه هل يمكن فنقول لا تصيبهم هذه الهستيريا فورا فإذا أنت تثبت إحدى التعليقات ما هو الهدف من هذه الحلقة يعني لم تنكر ما جاء في الحلقة ولكن كان يجب أن لا نعرض الحلقة أصلا ونترك الناس تجرب ونترك الناس متفائلة بشيء مستحيل أنا لا أفكر بهذه الطريقة ويؤسفني أنه الكثير من الناس تفكر بها يعني هدفي في التوعية أن ننقل الناس من حالة الهبل هذا إلى مرحلة التفكير بالواقع لأنك لا تستطيع أن تحارب ناس بهذا الجهل هم أقوى منا وسبقونا بمليارات السنوات ونحن نبدأ من تحت الصفر ونفكر بالطريقة في غية الحماقة ونريد أن نحارب فأنت لن تستطيع أن تحارب وما عندك سلاح أصلا وما عندك وعي بالواقع الذي تحارب فيه أنا مش عارف يعني أكثر من هذا ماذا نقول فيعني للأسف مرة أخرى يا أخوة أنا لا أناقش البدهيات يعني القناة ليست من هذا المستوى مثلا لما كنا نتحدث عن الأرض الكروية أنا ما أناقشت فكرة الأرض الكروية البعض اعترض وتعليقات تقول لماذا لا تشرح لماذا الأرض الكروية ليس هذا دوري ولست أستاذ جغرافيا وفلك ولا أضيع ثانية من وقتي في شرح أساسيات وبدهيات أنا كنت أناقش التخلف عند من يقود هذه الحركات ويريد أن يخذع الشباب بهذه الطريقة واللي لها أثر ديني لاحقا لما الناس تسمع أنه الإسلام لهذه الدرجة متخلف للأسف ويؤمن بأنه الأرض مسطحة وضد بدهيات وحقائق العلم المعروفة والمجمع عليها واللي ما عادت محل نقاش أصلا فأنا لا أشرح البدهيات ولا أنزل لهذا المستوى أنا كنت أسخر ممن يفكر بهذه العقلية ليس من البسطاء الله يهديهم وندعو لهم لكن من يقود هذه الحركات من يؤسس موقع أو قناة يوتيوب فقط ليقنع الناس البسطاء أنه نحن نعيش في مؤامرة كبرى اسمها الأرض الكروية وكأنها قضية مهمة أصلا لهذه الدرجة والآن كما قلت هناك من يؤمن بأن الديناصورات خرافة أيضا ويعتقد أن ناسا بكل هذه المليارات شغلتها فقط تفبرك صور على الفوتوشوب ويعتقدون ربما أن الصواريخ المعروضة في متاحف الفضاء في هيوستن في أمريكا صواريخ بحجم أبراج ضخمة هذه كلها ديكور بل حتى الصواريخ لما تنطلق عامة الناس معهم نواظير ويرون بالتيرسكوبات يرون الصاروخ ينطلق صاروخ إيلون ماسك مؤخرا ننطلق في الشهر الماضي والناس صوروا بكاميراتهم العادية فهذا كل ديكور عند بعض الناس سبحان الله فإضا بنفس الطريقة أقول لو كان هناك أستاذ جامعي يحاضر عن الفيزيو النووية مثلا في قاعة جامعية وقام له أحد الشباب وقال أنا لا أؤمن بوجود نيوترون مثلا ولا البروتون ولا كذا حيقول له تعال نقنعك بما هو أساسي وبدهي ارجع للمرحلة الإعدادية والثانوية وتعلم ثم تعال نشرح لك لان في حلقة إبستين أيضا أنا كنت أقول أني أعلق على وثائقي صدر ونشر في نتفلكس من عام 2020 كان يتحدث أن هناك بنات بالغات فوق سنة الخمسة عشر أو الخمسة عشر واربتعش لكن بالغات راشدات في الإسلام وتحت سنة ثمنتعش وقدمهم على أنهم قاصرات وبعضهم كانوا بين قوسين فتيات سوء بإرادتهم يعني ليس أنه خدعوا وكانوا ضحايا بل اشتغلوا مع إبستين وصاروا قوادات للأسف يعني كانوا يجيبوا صديقاتهم واشتغلوا معاه وبعدين انتقلوا من قصره إلى الجزيرة واشتغلوا معه السنوات ثم في ظل حملة ميتو صارت المرأة ضحية ومهما فعلت المرأة فهي ضحية وخصوصا لو كانت تحت 18 والرجل هو الظالم وهو المتخلف وهو السيء فأنا كنت أعلق على هذه الجزئية فالبعض اعترض لماذا لما نتحدث على وجود أطفال في الجزيرة أنا لم يثبت عندي أنه كان هناك أطفال بمعنى أنه ثمان سنوات ربما هناك البعض قال ذلك أنا ما تأكد عندي هذا ولا أدري إذا كان هذا صحيح ولا يهمني ليست هذه القضية أنا أعلق على جزئية معينة في فيلم نتفليكس ما أتحدث إلا عنها يعني إنهم كانوا بالغات ولكن تحت 18 والبعض يقول يعني لماذا لا أتحدث عن أمور أخرى يعني أنا في النهاية حر يا أخي الكريم أنا أعلق على ما أره مهما في هذه الحلقة فقالوا لماذا لا تعلق على السحر والطقوس اللي كانت في الجزيرة مع أنه هذا أظن كل نظرية مؤامرة ولم تثبت وإذا ثبتت فهذا أمر آخر في حلقة سميناها واحد جهوة معتصمة البعض أيضا أنكر علي أني أفكر بطريقة سادجة وسطحية لما فكرت بأنه ممكن يعني الحكام العرب تتحرك يعني أعراضهم وتتحرك أخوتهم وشرفهم فيدافعوا عن النساء في غزة فأنا أيضا ما كنت أتخيل يعني أن بعض الجمهور ممكن يفكر بهذه السداجة والحماقة ويعترض على هذه الجزئية وأقول يعني لمن لم يفهمني رجاء يعني إذا لم ترد أن تشاهد فهذا أفضل من أنك تجاهد ثم تأتي وتعترض وتشتم في حلقة سميناها المسيحية المتصهينة بعض المسيحيين اعترضوا على الحلقة وقالوا ديننا ليس متصهنا وكأنهم لم يسمعوا الحلقة أيضا لم أقول هذا الكاثوليكية نفسها لم تكن متصهنا الأثوذكسية ضد الصهيونية تماما وقلت هذا حرفيا في الحلقة وقلت أن هناك طائفة من المسيحية تصهينت فلن نعيد الآن شرح ما قلناه في سلسلة كانت عن الذكاء الصناعي كما قلنا خصصناها لمناقشة قضايا الروح وهل يمكن لذكاء الصناعي أن ينافس البشر إلى آخره بعض المختصين من البرمجة وكذا اعترضوا يعني كيف أنه واحد غير مختص في ذكاء الصناعي ويعلق للموضوع مع أنه أنا كنت أعلق على قضايا فلسفية يعني هناك دائما فيش اسمه فلسفة العلم من يناقش الفيزياء يناقشها من الجانب الفلسفي وليس دارسا للفيزياء ولكن دارس للفلسفة أو دارس لجوانب روحية ودينية وعقدية كما نفعل نحن ونعلق على هذه الجزئيات فأنا لا أقول أنه الذكاء الصناعي يجب أن يكون هكذا ولا يكون هكذا وليس كيف نكتب الكود في الذكاء الصناعي أنا أعلق على الجانب الفلسفي فما أيضا لما استضفت الدكتور وليد مجدي وهو مختص في الذكاء الصناعي من جامعة أدنبرا من أهم الأماكن في العالم في هذا الموضوع سكتوا اللي كانوا يقولوا أنت تتحدث في أمور ليست من اختصاصك استضفنا دكتور يتحدث كما كنت أتحدثه بنفس المنطق هنا سكت المعترضون ولكن يعني يؤسفني من يفكر بهذه الطريقة ويعني يشعر أنه بمجرد أن يتحدث أحد عن مجال اهتمامه أو تخصصه فيجب أن يعترضه يجب أن يثبت أنه هو الوحيد القادر على أن يعلق في هذا المجال في حلقة قدمناها أيضا عن ناهد متولي اللي كانت مسيحية لمدة 30 سنة تقريبا ثم الحمد لله عادت للإسلام أيضا زكريا بطرس المنصر المعروف اعترض علينا واعترض على القناة واتهمنا بأننا أيضا فبركنا مؤامرة وأنها كانت تقرأ من ورقة في المقابلة التي أجرها معها سفيان علوشن في هولندا وأيضا في واحد اسمه رشيد أيضا منصر عنده قناة أصابه الجنون هو وزكريا بطرس وبدأوا يشتمونا ويتحدثوا علينا وأنا بصراحة فكرت أن نرد عليهم ولكن وجدتهم أقل من أن يرد عليهم يعني حتى ما وجدت أن هناك من تأثر بكلامهم إلا أتباعهم فليست قضية تستحق أن نعلق وبالنهاية هو موضوع مضحك في النهاية وحتى على فكرة الأخ سفيان كان عنده نية أنه يرجع يصور معها ولكن حتى الآن لم يتيسر ذلك هناك حلقة أيضا قدمناها عن باربي وأزعجت النسويات كثيرا ويعني ما عندي شي أضيفه في هذه الحلقة قلت كل ما لدي بالمناسبة الحلقة أزعجت أشخاص آخرين أيضا من أديان أخرى ولكن يعني هذا متوقع في حلقة أيضا طويلة كانت عن كتاب قص الحق وسميتها الدولة المثالية أيضا المؤلف قام بحملة ضدي للأسف وأنكر عليه أشياء كثيرة وأنا علقت عن هذا الموضوع لكن لم أذكر هذا في قناة السبيل ذكرته على صفحتي وكتبته على فيسبوك وتويتر ورجعه ورد علينا وهناك أيضا يوتيوبر دخل في المعركة ولا أدري لماذا أقحم نفسه وقام بتصرف غير أخلاقي فما عندي شيء الآن أضيفه أيضا هناك حلقة كانت عن الإمام البخاري في تاريخ تون وللأسف يعني الكثير من الشباب الشيعة اللي واضح أنهم مراهقين هاجموا القناة وهاجموا هذا الفيديو بشكل هستيري وأنه كيف إحنا نقول أنه هو من الفرس أو من هذه الشعوب يعني في وسط آسيا هو من بخارة وكيف يكون سني يعني مش عارف إيش المشكلة عندهم يعني لكن واضح أنه في واحد اسمه ياسر الحبيب هو من الشيعة المتطرفين المقيمين في أوروبا هو كان يضرب على هذا الوتر من زمان فللأسف هؤلاء الشباب يعني تبنوا هذا الفكر ويعني البخاري بالنسبة لهم صار عدو ما أدري إيش المشكلة معه يعني في حلقة استضفت فيها الدكتور أحمد لبابيدي اللي كان ممثل في طفولته والآن طبيب يعيش في ألمانيا بصراحة أنا رأيت قصته ملهمة جدا وهمة جدا وللأسف سأني أنه بعض الناس يعني كتبوا تعليقات جدا سيئة وبذيئة أنه ليش الدكتور كان لما يتكلم معي إحنا عملنا حوار على زوم فكان يعني يعيد رأسه إلى الخلف وجالس يعني بطريقة أعتبرها غير مؤدبة الرجل كان راجع من دوامه ربما عشر ساعات في العيادة هو طبيب وبعد ما انتهى الدوامه يعني عملا معه هذا الحوار وإحنا من شهور كنا نحاول أن نجري الحوار وأنا أخرته وأخر وكذا فلما وجدنا فرصة قلنا نسجل الحوار فكان الرجل تعبان يعني فبغض النظر يعني يعني أنا مشكلتي مع هؤلاء الناس اللي عندهم إحساس بأنه له الحق في أن يقول كل ما يخطر على باله أنه إذا ما أعجبه شيء على النت فيشتم أي شيء هو طبعا الأصل أنه هذا كله في صحيفتك وسنحاسبك عليه في الآخرة هذه نقطة مفروغ منها لكن الفكر أنه يعني ما الذي يستفيده هؤلاء يعني ما الذي سيشعر به إذا هو فقط وجد فرصة أنه ينتقد الآخرين يعني وكأن هناك عقد بيننا وبين الناس أنه إحنا نقدم منهم ما يريدون وإن لم يعجبهم فلديهم الحق بأن يعترضوا هذا بصراحة مشكلة أيضا تحدثت في إحدى الحلقات في عام 2023 عن مؤامرة النباتيين كان هذا عنوانها الحلقة أنا برأيي كانت متى كاملة ليس لأني أنا ما قدمتها لكن رضيت على فيلم وثائقي على قناة DW وبضحت بالحلقة تماما أن هناك مؤامرة هم يتحدثون عن مؤامرة بكل معنى الكلمة بدون ما يسموها مؤامرة لكن هناك مخطط لتجريم ذبح الحيوانات في أوروبا ثم ربما في العالم فما في شيء يعني أوضح من كلمة مؤامرة في هذا السياق البعض تركوا الحلقة كلها والمحتوى والمضمون والتفاصيل والأحداث وكل ما فيها من أدلة ومسك كلمة مؤامرة البعض عنده مرض يعني مرض اللامؤامرة إذا أنت نطقت بكلمة مؤامرة مشكلة إذا وضحت أنها مؤامرة لكن لم تنطق بهذه الكلمة ممكن تمر يعني ما عندي أي تعليق على هذه العقلية هناك حلقة كانت حوار مع إيمان أخت خليجية وكانت تتحدث عن تاريخها مع الثيتة هيولينغ وكيف رأت الشياطين بعينها وإلى آخره الحوار كررناه في حلقة أخرى وكان ناجحا والحمد لله يعني كثير من الناس استفادوا منه حتى هذا اليوم يعني ما زال بعض يتواصل معنا وأنه الحمد لله يعني كانت هذه الحلقات يعني سبب في هدايتهم في حلقة طويلة سميتها التشدد كنت أعلق فيها على ظاهرة كاملة مرض أنا لا أريد أن أعيد التعليق لكن أنا أقول الآن أفتح يعني أهم ما كنا نطرحه في هذه السنة ثم طرحنا حلقة أخرى سميتها ما بعد التشدد وفي أيضا حوار استضفت فيه الأخ سهيب تحدثنا فيه عن محاولة أحد اليوتيوبر إسقاطنا وتشهير بنا فعلقنا على كل هذه التفاصيل وأيضا هذه استفزت بعض الناس وقضية يعني لن نصل فيها إلى شيء لكن كان الهدف هو أن ندب عن أنفسنا هذه الاتهامات وأكرر أيضا كل من يريد أن يتهمنا ويعتدي علينا ويفتري علينا وخصوصا في العقيدة والدين فسنرد عليه إذا وجدنا أن هذا ضروريا في حلقة كانت عن تجارب الاقتراب من الموت أيضا وصلتني بعد نشر الحلقة الكثير من الحالات سواء في التعليقات أو في الرسائل تؤكد أن هذا حقيقي وأنهم مرؤوا بأيونهم شريط الذكريات عندما كانوا يقتربوا من الموت فهذا يؤكد أنه ما قلناه في الحلقة الصحيح في حلقة كانت عن عالم الجن والسحر بين الحقيقة والكذب كانت حوار طويل مع الأستاذ صهيب أيضا استفاد الكثيرون وطلبوا أن نواصل وبصراحة ما زلنا نفكر بأن نطرح هذه المواضيع مرة أخرى إن شاء الله البعض اعترض لماذا تحدثنا عن ما يسمى بالزوهريين في هذه الحلقة وأنه إحنا فتحنا يعيون بعض الشباب على هذه القضايا وإلى آخره القضية نفسها تستحق أنه نرجع نعلق ونشرح أكثر وما زلت أنا أوحث في الموضوع أيضا ولكن يعني أنا قلت أعيد التكرار والتوضيح إحنا لا نفتح عيون الشباب بالعكس يعني هم أصلا سيبحثون عن الزوهريين هذه القضية فيها ألف قناة وألف موضوع على اليوتيوب وفيسبوك وفي كل مكان الكل يتحدث عن الزوهريين وعن السحر والجن فنحن نحاول أن نرد وأن نضع هذه التفاصيل لما الواحد يبحث في جوجل يجد هذا الطرح فنحاول نؤصل شرعيا ونرد على هذه التفاصيل ولكن طبعا نحن لا نريد أن نفتح عيون الناس على أمور لم يكونوا متمين فيها لا نريد وبالعكس يعني أحنا قلنا لا أحد يقترب من هذا المجال ولا يجرب ولا حتى من باب الفضول مع ذلك هناك يعني أخت جاهلة جدا يعني من أجهل ما يمكن أن تتصوروا لديها يبدو قناة اليوتيوب هي تتحدث بصوتها ولم أرى شكلها ولا أدري ما هو مستواها العلمي لكن واضح أنها جاهلة يعني الوصف الوحيد الذي يليق أنها جاهلة بغض النظر عن أي شيء آخر حتى لو أحسننا النية هي جاهلة بكل معنى الكلمة فهي صنعت عدة فيديوهات فقط لتفتري علينا بما لم يخطر على بالنا يعني العجيب أنه صهيب قال في هذا الحوار أنه السحر كله كفر بلا استثناء كل شيء سحر هو كفر وكل من يجرب السحر هو كافر ولا يكون السحر إلا بالكفر أصلا والشرك والتقرب إلى الشياطين وعبادتهم وتقديم القرابين والآخرين هذه الجاهلة ما الذي قالته العكس تماما قالت أن صهيب وأنا نؤسس لفكرة وجود السحر الحلال والسحر النافع أمام هؤلاء الناس أنت تحجز عن فهم كيف يفكرون هل هم يسمعون بلغة أخرى هل لديهم عقول مركبة بالمقلوب يعني شيء عاجز أنا عن فهمه وهي تأتي بنفس الفيديوهات وتقطع منها ما يناسبها حتى تفتري علينا بعكس ما قلنا حتى من افتراءاتها تقول أننا أتينا أيضا بنصوص لابن خلدون في المقدمة رحمه الله لكان فقها مالكيا وليس فقط عالم اجتماع وتحدث في سياق كلامه عن العلوم بشكل عام أن هناك علوم محرمة وذكر منها ستة علوم الطلاسم والسحر والتنجيم وكذا هي قالت وافترت علينا أننا نقول أن هذا هو السحر الحلال وأن هذه العلوم مباحة أو أنها من الإسلام وأنه قلنا حرفيا أن هذا هو يقول أنه حرام فهي افترت علينا وعلى أبن خلدون مش عارف هؤلاء الناس كيف تفكر وكيف تفتري وكيف تتجرأ ثم لا أدري كيف بعض الناس في التعليقات كانت تقول الحمد لله أنك كشفت لنا أن هؤلاء على ضلال وأنهم متأثرون بالتصوف هذا الهوس عند بعض الناس وعقلية أنه دائما هناك من هو ضال ويخفي عقلية ويخفي مذهبه البعض يريد أن يبحث عن أي أثر لكوني أشعري ثم جهمي ثم ضال ثم صوفي ثم مشرك ثم كافر يعني هذا كله في صحائفكم وكله سأحاسبكم عليه في الآخرة لن أترك أحدا يمكن أن أخذ منه حسن واحد في الآخرة لكن هنا في الدنيا ندافع عن أنفسنا فقط ولا نفتري على أحد يعني هي تعتبر نفسها محقق يعني استطاع أن يكتشف ثم يحذر الناس من هذا الضلال الذي نشره وكل كلام عكس ما قلنا حرفيا فأنا هنا أيضا أقول لمن ربما يسألنا يعني يريد أن يفتح قناة أو يتحدث إلى الملأ أو كذا وخصوصا من طلبة العلم أقول له يعني يتوقع قبل أن يدخل عالم النيت أنه سيدخل إلى غابة فيها كل شيء ليس فقط جهل وحمق بل أيضا ناس مفترون وأشخاص من أهل الجهل ويتصدرون ويعتقدون أنهم على حق وأنهم قادرون على نقد الآخرين وفهم ما بين السطور وكشف الحقائق وكشف ما نخفيه في قلوبنا ثم التحذير منه فللأسف يعني من يريد أن يدخل في هذا العالم سيضطر أن ينفق جزءا من وقته ليشرح للناس فقط ما يقصده فقط يا جماعة أنا هذا ما قصدته أنا خصصت حلقة أو جزء من الحلقة أقول يعني من أهم أساليب آداب الخلاف أنك عندما تريد أن ترد على الآخر تقول هو قال كذا ثم تأتي بكلامه حرفيا ثم تتوقع أنه جالس معك الآن ويقول نعم أنا قلت هذا وإذا كنت في مناظرة يكون معك يؤكد نعم هذا هو كلامي فأنت تعيد كل كلام حرفيا كما قاله نصا إما بالنص أو بالإجاز والاختصار والشرح فإن قال نعم أنا موافق أن هذا هو كلامي ثم بعدها تبدأ الرد أنفسهم وليس علينا لأن أيضا على الهامش هناك من يقفز أيضا كل مرة كل ما دافعنا عن أنفسنا وردينا وذببنا عن أعراضنا وديننا وعقيدتنا وسمعتنا فورا هناك من يقفز في كل مرة ليقول لماذا تهتم بهؤلاء لماذا أنت أصلا مهتم بهم لماذا تضيع وقتك فيهم وكأنه إحنا تركنا كل شيء واهتمينا بهم فيعني أرضاء الناس كله طبعا هو شيء من المستحيلات وليس هذا هو هدفنا لكن أيضا هذه مشكلة عند البعض عندما يضع نفسه في موقع المعلم والناصح وحتى في سياق أنه مؤيد لموقفنا ويرى أننا ظلمنا لكن مشكلته فقط أننا أهدرنا من وقتنا الثمين خمس دقائق في الرد والذب عن أنفسنا فهؤلاء أيضا مشكلة أخرى كنت أريد أن أستعرض عدة كتب قرأتها في الفترة الأخيرة لكن ربما الوقت لم يسمح فربما أستعرضها سريعا إن شاء الله هناك كتاب اسمه من يحكم أمريكا لوليام دومهوف وترجمة وتقديم هذا المطبقاني الكتاب كله يتحدث عن الغابة البوهمية إذا تسمعون بها فهو ينكر وجود مؤامرة في هذه الغابة الكتاب طريف يعني هو ينكر المؤامرة يفكر بعقلية لها مؤامرة فأنا رأيي أن الكتاب نفسه قائم على فكرة خاطئة يعني أنت تريد أن تكشف المؤامرة لا تذهب إليهم وتسألهم بل تبحث في الخفايا ولكن مع ذلك لا أقول أن كل ما يقال عن الغابة البوهمية الموجودة في إحدى الغابات أمريكا واللي بيجتمع فيها رؤساء أمريكا قرباني على شكل بوم وكذا يعني هذا ليس عبارة عن فن فقط كما يقولون هناك طقوس وهناك عقائد كتاب جميل محمود يوسف الكبرى أب هو إبليس هو يكتشف البعد الشيطاني في التورة صراحة كتاب مهم لكن المؤلف ليس إسلاميا وليس دينيا فيعني هناك أيضا أمور لا أوافق عليها في هذه الفترة عن غزة قرأت الكثير من الكتب اللي كانت موجودة عندي أصلا في مكتبتي ولم أجد الوقت لها كلها قرأتها وبصراحة كنت أفكر أن أستعرضها لكن نادر إذا سأجد الوقت في عدة كتب من مؤسسة راف القطرية اللي أغلقوها للأسف أغلقها الإماراتيون واتهموها بالإرهاب كما هو الحال طبعا هذا هو واقعنا الآن كانت تقدم هذه الكتب بالمجان كنت أخذها منهم ببعض المعارض المسجد الأقصى حقائق لابد أن تعرف كتاب جدا مهم هذه كتيبات صغيرة جريمة الجدار اليهودي أيضا من مؤسسة راف كتاب الأحاديث الأربعون الفلسطينية أيضا مؤسسة راف المخطط اليهودي لإقامة الهيكل وتهويد القدس كتاب مهم كتاب حائط البراق أيضا كلها كتب تؤكد لك أن الموضوع من عشرين سنة ماشيين بوتيرة معينة لتدمير وهدم الأقصى لكن سبحان الله دائما هناك قدر هذا كتاب جدا مهم أكاذيب أشاعها اليهود بصراحة كتاب يعني بحثي جميل من مؤسسة اسمها أو مركز بيت المقدس لدراسات التوثيقية فأيضا هذا المركز فعلا أنا اكتشفته في أحد المعارض فقط لما أبديت اهتمامي فأعطوني الكتاب مجانا الله يزوم الخير وأعطوني أيضا بعض المشهورات يعني أنا معلق حتى في كل بلد أسافر أنقل معي بعض البوسترات اللي فيها مخطط وخريطة القدس والأقصى فأظن أنه الآن مهم فعلا أنه ننشر بين الشباب هذه الثقافة يفهم ما هو الأقصى ما هي الأجزاء اللي بيحاولوا الآن يحاصروا فيها الأقصى يعني عندي الآن معابد يهودية تحاصر الأقصى بوستر جميل عشرات المعابد اليهودية حول الأقصى كلها فقط في السنوات الأخيرة فهذا أيضا أمر يستحق أن نتحدث عنه إن شاء الله إذا كان هناك وقت يعني بما أنه أنا اشتبكت الآن مع المخالفين فأوضح نقطة أخيرة يعني أني أنا لا أشتري ولا أحد وهذه القناة أصلا هي جزء من مشروعي فأنا لا أقول أنه هذه القناة هي كل حياتي يعني لو أغلقت اليوم لأي سبب لهجوم أو لأنه تحدثنا عن غزة فأنا سأتحول لمشروع آخر أنا قلت سابقا عمري لا يكفي لتحقيق طموحي وأحلامي وأفكاري والحمد لله ربنا يعني أكرمني بعدة مواهب واهتمامات فأتوجه للجانب الفني للجانب الإعلامي للجانب الأكاديمي لأن أنا يعني منغمس بالعمل الأكاديمي ودراستي الأكاديمية فيعني وقتي لا يسمح فأحاول أن أوزع اهتماماتي على الوقت المتاح فيعني لو هذه القناة ما أعجبت بعض الناس والحمد لله هناك الكثير من المتابعين المهتمين بل الأغلبية الصامتة كما أسميها مهتمة بما نطرحه لكن حتى لو قلت أنه الكل في العالم كل ما أعجبت هذه القناة وأغلقوها أو نحن نغلقها وتستمر الحياة ويستمر مشروعنا ونقدم للآخرين ما نراه أنه هو الحق لكن المهم أني لا أشتري ولا أحد ولا يمكن لأحد أن يبتزني بفكرة أنه إحنا لن نتابعك أو سنحارب قناتك أو سنعمل حضر أو كذا هذا كله لا أفكر فيه وهذه القناة ليست قناة شخصية هي قناة لفريق كامل قد أطر أحيانا لتأجيل طرح فكرة كما قلت هذه مدارة وهي مطلوبة شرعا لكن لا أداهن المداهنة والنفاق ليس من أخلاقي وليس من أفكاري لكن حتى تصل الفكرة للناس نحاول أحيانا أن نداري لا أطرح مواضيع سياسية مثلا مع أنه على التويتر أنا أتحدث ضد كل الحكام بالإسم يعني ما عندي مشكلة مع أحد لكن في السبيل نضطر أحيانا حتى ما نتحدث عن الأسماء ما نتحدث عن حكومات معينة إلا للضرورة وحالات خاصة جدا لكن لا نريد أن نورط القناة بهذه الخلافات وهذه الأشكال ومع الذباب ومع الشياطين يعني حتى لا تغلق القناة أو حتى لا ينفر منها بعض الجمهور إلى آخره يعني لا أخاف منهم أن يغلقوا القناة بهذه الطريقة حتى لو جاء تهديد إن شاء الله فبالخلاصة يعني هذه القناة ما هي جزء بسيط من مشروعي الشخصي ومن مشروعي الأخوة الذين يعملون معي إذا حققت الهدف فأهلا وسهلا لم تحقق كما قلنا سنلتفع إن شاء الله لمشاريع أخرى ووسائل أخرى نوصل بها رسالتنا للناس لا نطلب من أحد أن يقتنع بنا لا نقدم تنازلات لأحد لا نغير أفكارنا من أجل أحد ما نؤمن به نقوله قد نكتم بعض أفكارنا أو نؤجلها أو نداري بها كما قلنا للضرورة فهذا هو طرحنا من أراد أن يستفيد أهلا وسهلا من لم يستفيد ليس مضطرا أن ينكر علينا وأن يصطدم بنا وأن يحاربنا وأن يقوم بحملات ضدنا وإلى آخره إذا وجدتم أننا مخطئون ونحن بشر اكتبوا لنا رسالة فالنصيحة تكون بالسر وليس على الملأ كما يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه فالنصيحة على الملأ وبأسلوب أيضا بذيء أحيانا أو متعالي هذا ليس بنصيحة وأرجو أيضا للأخوة أنه ما يضع أنفسهم في موقع المعلم وأننا نحن تلاميذ عندهم ويعطونا النصائح بهذه الطريقة ومن يعتقد أو من كانت عقليته هي أنه يجب أن يحذر منا وكذا فأيضا نحن سندافع عن أنفسنا سننفي عن أنفسنا كل افتراء وسنتابع طريقنا إن شاء الله لن نتوقف لكن من يصر على أن يحاربنا فسنعطيه من وقتنا كما قلت يعني ما نرى أنه مهم وسنتابع إن شاء الله وبإذن الله يعني لن نتوقف ولن نسمح لهذه الافتراءات وهذه الهجمات بأن تعطل مسارنا حاولت يعني أعلق على أهم ما لدينا هناك الكثير من الأفكار كثير من الكتب هناك كتب أنا أصلا يعني شحنتها من بلد إلى آخر ولم أقرأها بعد فأتمنى لو اليوم فيه أربعي ساعة بدال 24 ساعة لو عمرنا يمتد أكثر حتى نقرأ كل ما لدينا ونوزع أفكارنا على كل اهتماماتنا الفريق اللي بيعمل معي من أرواح ما يكون جدا جدا ممتن لهم هناك الآن سلسلة جديدة سميناها خزانة الكتب نحاول أن نرخص فيها أهم الأفكار وليس مراجع على الكتاب للأسف لم أجد عليها الكثير من الأقبال ربما لأنه حلقات قصيرة فيعني اليوتيوب لا يقترحها كثيرا الفيسبوك أيضا للأسف في هذه الفترة لا نستطيع أن نضع عنه أي شيء له علاقة بالقضية يعني التقييد هناك جدا سيء فنحاول الآن أن تمدد في تيك توك أتمنى من الشباب الصغار اللي بيشتولوا على تيك توك يدعمونا هناك على تويتر أيضا ما زال متابعون قلة قليلة إذا عندكم نصائح اقتراحات اهتمامات أخرى تواصلوا معنا أخبرونا مرة أخرى أقول بما أنه الآن في تقييد شديد على المحتوى فمضطرون يعني أن نطلب أن تدعمونا بالإعجابات بالمشاركة بالتعليقات كلما أكثرتم التعليق أو الإعجاب على كل فيديو فهذا يزيد مفرص انتشاره لأنني لاحظت بشكل واضح تماما يعني في هذه الفترة مع بدأ حرب غزة أنه المنشورات والفيديوهات قل كثيرا نسبة وصولها إلى الناس هذا واضح تماما على فيسبوك يعني الوضع مدمر 90% على تويتر تقريبا باليوتيوب تقريبا 50% العرقام يعني نزلت 50% تقريبا فنحتاج مرة أخرى يعني نطلب منكم الدعم ولا تسونا من دعائكم ومر أخرى شكرا لكم على المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله